بسم الله الرحمن الرحيم دي حلقة جديدة من سلسلة شرح الترانزيستور بدانها على القناة. هنكمل مع بعض بإذن الله شرح البي إن جونكشن. مفروض الدرس اللي فات كان للأساسيات اللي انت محتاجها عشان تفهم البي إن جونكشن. وشرحنا فيها بالتفصيل يعني رجعنا سريعا وشرحنا حاجات جديدة. رجعنا يعني إيه بي طايب يعني إيه إني طايب. إيه اللي هنا زيادة وإيه اللي هنا زيادة. ده حطينا إيه المواد اللي حطناها مع السيليكون عشان نعمل الإن طايب اللي احنا سمناها بالدونرز. وإيه المواد اللي حطناها مع البي طايب اللي هي سمناها الأكسيبتورز واللي بتكون تراي فيلنت. وهنا المواد دي كانت بنتا فيلنت يعني عندها إلكترون زيادة. وإن الإلكترون ده بيقى نشط جدا فسهل أو تحرره. وهنا بيتخلق عندك هول فالهول دي سهل الإلكترونات اللي تكسرت من السيليكون تتنقل خلالها. فانت كده تكبرض الطيار برضو وشرحنا يعني إيه أصلا شد الطيار؟ شرحنا بعدها حاجة مهمة جدا الإلكتريك فيلد. ويعني إيه إلكتريك فيلد؟ وإي علاقته بالطاقة المخزنة؟ بال تحرير الإنرجي. وإيه علاقته بال في، بالـ potential difference؟ ويعني إيه في potential difference؟ وإيه علاقة ال- potential difference ده بالإنرجي استورد؟ إيه علاقته بالإنرجي، وأنه عبارة عن إنرجي لكل وحدة إيه؟ لكل واحدة من الكولومز أو لكل واحدة من لكل يونة تشارج لكل واحدة من محدودات الكمية الكهربية المنطقلة وشرحنا ده كله وده لازم أن تكون سمعته لو ما سمعتوش فأنت في المكان الخاطئ فشرحنا الحاجات كويسة وشرحنا يعني إيه بوزتيف ونيجاتيف تشارجيس وإزاي بينشأ بينهم الالكتريك فيلد وإزاي الالكتريك فيلد ده ممكن يتغير وشرحنا المعادلة بتاعة ماكسويل ماكسويل إكويشن The first equation of ماكسويل المعادلة المشهورة بتاعة أن تغير الالكتريك فيلد مع الإكس ده بيساوي الرو اللي هي الشارج دينستي على الإبسلون وقلنا إن ده له رقم سابت أي بدا كله سابت وزعيته الالكتريك فيلد ده هيبقى حاجة لينيار لأنك هتكامل الطرفين هيطلع ده لينيار صح كده وإن هو خدنا مثل أمثلة أخرى لما يبقى لينيار فده مع أن الفولتج هيبقى حاجة سكوير يعني حاجة بارابوليك فقلنا إن ده كله هنرسمه وقلنا في حاجة اسمها potential barrier وده اللي نشرحه النهاردة بالتفصيل لكن نفهم بقى الأول عشان تتقفهم كده هناخد البي انجونكشن إزاي هنفهم تاني بسرعة يعني إنه بي في الشرح اللي نعمله دلوقتي بس بشكل مختلف شوية شكل أسرع بقوا نعرف نرسمهم إزاي بعدها هنركبهم مع بعض عشان نعمل البي انجونكشن ونفهمها من ناحية ناحيتين ناحية البوند موضل وناحية الباند موضل ولو مش شايف أي كلمة من دول فأنت ماشي في الطريق غلط هنفهم الأول من ناحية البوند يعني نموذج الذرات هنفهم الذرة والسولد عموم بيتحرك إزاي من جوة وإيه الكاريرز اللي بتتنقل بعدها نفهم موضوع من ناحية الطاقات وإيه الطاقة اللي بتعلم ومين أعلى من الثاني البي أعلى من الان وإلى الان أعلى من البي وإيه السبب ويعني إيه potential barrier والإلكتريك فيلد اللي في النص شكله عامل إزاي كل ده هنعرفه ومن غير معادلات عشان ما طولش عليك عشان الكورس هدفه الفهم العام وإن شاء الله تبقى يعني ده يساعدك جدا فخلينا نخش على طول اللي انتخدته حتى الآن إن أنا عندي نوعين من المواد بجيب سيليكون وأضيف عليه حاجة يا إما أخرها أكتر من السيليكون بواحد اللي هي المواد اللي سمناها pentavalent ده كلام جميل جدا يعني عندها خمس إلكترنات أربعة منهم هيعملوا روابط مع السيليكون وهيتفضل الإلكترون زيادة هنعمل فيه إيه الإلكترون الزيادة ده هنستخدمه فيه هو ده الكاريرا اللي هينقل الطاقة هيمشي في الدايرة كطيار كهربي فسمينا ده ساعتها قلنا بنرسمها إزاي بقى لو مش هامل أعملوا ده ده حالا فارجع للفيديو اللي فات قلنا بنرسم ذرة الفوسفرس مثلا اللي هي 15 اللي بتتوزع 285 الخمسة دوله عبارة عن أربعة هيعملوا روابط مع السيليكون ويتفضل الإلكترون زايد طاقته عالية جدا سهل لأوي أن أنا عمله إيه عمله استثارة فطياره ويبدأ يوصل للطاقة الكهربي فبنرسم ذرة الفوسفرس ساعتها بنرسمها بالشكل ده موجب أهو ومعاه إلكترون لو مش فاهم اللي أنا كتبته حالا ده ممكن يعملوا بلهم مختلف فأنت كده ما سمعتش الدرس اللي فات ودي أزمة كبيرة جدا قلنا ان انت الفوسفرس ما هو إيه اللي عبارة عن إيه الخامسة اللي في الأخير ده الأربعة عملوا رابط وإلكترون لو خدتنا الإلكترون الخامس ده وطردتوا بره الذرة اللي هيتفضل فيما سواه هيبقى عبارة عن إيه هيبقى عبارة عن حاجة بتبهيف لأن هي عبارة عن خمسار بروتون جوه جوه النواة واربعة تصار إلكترون بس بره بره في المدارات فمعني كأننا عندي شحنة مجابة التوتال إفكت بتاعي هيبقى عندي شحنة مجابة زيادة فهي ده اللي بنسميها بوزيتيف آيون ومعا إلكترون فدي كده اسمها ذرة فوسفرس عبارة عن إلكترون مع شحنة إيه مع بوزيتيف آيون يعني الإلكترون ده لو مشي هيسيب مكانه بوزيتيف آيون نحن بس لعسمينه للتبسيط ليس إلا طيب طب ليه بنرسل من فوسفرس أصلا فين السيليكون قلنا السيليكون تأثيره بيدينا 10 أس 10 10 أس 10 رابطة بتنكسر 10 أس 10 إلكترون هول بير لكن أنا عندي الفوسفرس عددهم بيبقى 10 أس 16 تقريبا يعني علاقة ده بده الطيارة اللي تخارج من ده مليون ضعف اللي خارج من السيليكون فأنا السيليكون عند حرارة الغرفة مش هتديني كارييرز مهمة يعني حاجة لا تذكر مش مهمة خالص خاصة في حالة الإلكترون في حالة الإن طيب يعني فبنكتب الإيه بنيعتبر الإن طيب ما هي إلا شوية بيهات كتيرة أوجة من بعضها قريبة من بعض يعني فبنرسم شكل الإن طيب عبارة عن قطعة كده من الإيه انزل عبارة عن قطعة بنسميها إن طيب جواها عبارة عن إيه موجب معايا إلكترون أو موجب جنبيه معايا إلكترون موجب جنبيه معايا إلكترون موجب معايا إلكترون هل ده الحقيقي في أرض الواقع؟ لا الحقيقة هنا مليانة سيليكون كتير جدا 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 في كل حتة كل مليون دارة سيليكون فيهم واحدة بس فوسفرس لكن كل المليون دول ممش اي لازمة حرفيا هم ووظفتهم بيعملوا كوفيلان بونس ويددوني التأثير اللي انت شفته في السمي كوندكتور لكن هل هم بيشاهموا في مرور هل بيدوني كاريارز كتيرة لا اللي بيديني كاريارز ويكون هو الدومنانت في هذا الموضوع هو ايه المادة البنتة فيلانت انت حطتها زي الفوسفرس مثلا او الارسينيك او الايه او الانتي موني فبنتكلم عن الفوسفرس دايما اندلقتي عشان ايه للتبصيل فبنرسم الفوسفرس لانه هو الوحيد اللي ليه لازمة في مرور طيار الكهرابي العشرة قص عشرة ايه علاقتها بالعشرة قص عشرة لا تذكر فملهاش تازمة يعني حرفيا انا بنعملاش شم كده بنهملها بنقول انها يعني ملهاش تأثير ففي الرسم بتاع البوند موضل بنرسم الان طيب على انها مجموعة كبيرة جدا من البي وبنرسم السيليكون للتبصيل لاني الاوليسانت حتى سيليكون او دي سيليكون ايه واحدة لان هيدي يمان اللي هيجيب لي طيار يبني ايه مان اللي هينكسر فيها روابط فانا هنا فيه الالكترون الخامس هيقدر يوصل بالطيار في كل ذرات ايه الفوسفرس لكن هل كل السيليكون بيطلعوا لي الالكترونات لا ده من كم ازي ما قلنا من كل عشرة من كل عشرة قص اتنين وعشرين ضرر سيليكون اللي هو موجودين في المكعب بيطلع لي 10 قص قص كام قص عشرة الالكترون صح كده هو يعني كل كام بيطلع لي maybe إلكترون واحد كل عشرة أسطنصر الغرة بيطلع لي إلكترون واحد فده رقم ضئيل جدا جدا ده يعني كل تريليون ظرة سيليكون بيطلع لي منها رابطة واحدة بس محررة فماليش لازم أن نرسمها هنا فلكن الفوسفلس كل ظرة فوسفلس بيطلع لي منها إلكترون فده رقم جميل جدا فمع الوقت استطلحنا مع بعض أو اتفقنا أن نرسم الان طيب بالشكل ده ادي الان طيب لما نيجي نرسمها بنرسمها عبارة عن شوية بوزتف آيون بقاها إلكترون ده كده على بعضه ذرة عادية خالص طيب لو خدت منه ده لو فصلت عنه الإلكترون ده وطيارته لو هو الإلكترون الخامس ما سيتبقى عبارة عن فكسد بوزتف آيون فكسد بوزتف آيون بوزتف آيون فهمناها لأنه عنده بروتونز أكثر من الإلكترون طيب ليه فكسد لأنه بتحركش هو حركته مش هيتحرك ده تذرة كبيرة ده سولد يمعلم كله دول مربطين في بعض باستراكشور كبير جدا جواب بنسميه لاتس لكن إيه اللي يقدر يتحرك اللي تشارج كاريرز اسمها حاملات الشحنات اللي هي إلكترونز أو هولز هنا إلكترونز في حالة الان طيب طيب في حالة البي طيب اطلع فوق بقى البي طيب عبارة عن إيه إنك تجيب السيليكون وتحط معاه مادة مادة بنسميها تراي فيلاند تراي يعني ثلاثية التكافؤ يعني زي البورون كده بورون خمسة هيتوزع اتنين تلاتة عنده تلاتة بس في مستوى الخارج هيعمله روابط مع السيليكون ويتفضل مكان فاضي يتفضل فيكنسي فكده هيبقى عندي إيه هيبقى عندي البورون ده أول ما تحطه كده المكان الفاضي ده أول حاجة هيعمل تلات روابط مع السيليكون ويتفضل مكان فاضي مكان فاضي هنا فإيه اللي يحصل هيقوم سالف إلكترون من السيليكون الجنبية فالسيليكون يتكون عنده هول صحي كده هو يبقى أنت وضعك لذرة بورون خلق هول في الستراكشور بتاعك وأصلا البورون نفسه البورون نفسه أول لو مجابش حد. المكان ده فاضي. المكان ده مكان فاضي. يقدر اي حد يجي يقعد فيه. فده بنسميه هول. ده كده هول. فمن يرسمها بقى ازاي? بنقول ان انت الهول دي لو حد جي قعد فيها. صح كده هو يبقى لو الكترون جي قعد فيها تبقى هي اسمها ايه? هيبقى عندها جوة خمسة بروتونز ومن برا ستة الكترونز. فيبقى كده عندها الكترونز ازياد. فبنسميها ايون. ومعها ايه? ومعها هول. لكس في كلامي. يبدأ انا ممكن اقول حاجة سهل قوي. بص بص لي عميلا دلقتي. ممكن يعني معادلة يعني معادلة كيميائية بسيطة. ماش معادلة كيميائية معادلة بنضية. نقول ايه? البورون. البورون لو عايزه يبقى نيجاتف ايون. اي نضع عبارة عن ايه? ايون. عبارة عن ذرة بورون عادية. مضاف اليها واحد الكترون. طب ما ذرة البرون دي اللي هميني فيها انها مديني هول. يبقى الهول دا لو الالكترون بتاع لو الالكترون من بره جيه قعد في الهول بتاعت البرون هيصبح نيجاتف ايون. يبقى انا ممكن نعمل حاجة صائعة قوي. اقول ان الظرة بتاعتي ما هي الا ايه. بصك اللي هعملوا دلوقتي. انظرة البرون دي لما نيجي نرسمها في زي ما قلنا. هي تأثيرها هو الدومنانت هي اللي ليها لازمة زيها زي الفوسفرس. هي اللي هتديني هولز كتير قوي. ها ومش هتم خلص بالسيليكون. السيليكون هي هيدوني مثلا خمس الالكترنات. هيقعدوا يتنططوا في الف في وسط مليون. ولا الف مليون هول. رقم ضخم جدا. فالهولز هي اللي هي هي العامل المؤثر في الموضوع ده. هي الاتشارج كارييرز. هي اللي عن طريقها سينتخد الالكترنات اللي جاية من السيليكون. فبنهتمش جواب الالكترنات بنسميها ماينوريتي كارييرز. في الحالة دي. في حالة البيتاي. لكن الهولز كتيرة جدا فبنسميها ماجوريتي كارييرز. جميل؟ بنقول ان انا البورون ساعتها هنعمله ازاي. هنعم كده اهو نيجاتيف اهو ايون. ومعايه هول. بتعرف تترجم اللي حصلت لقتي. بنقول ان انت كبورون كان عندك مكان فاضي. وكسبت الكترون قاعد في المكان الفاضي. فاصبحت ايه؟ نيجاتيف ايون. عشان كده بنقول بقى بما ان احنا قلنا هنفطرد ان كأن الهول بتتحرك. لو خدنا منه الهول دي. يعني ايه خدنا منه؟ تشوفت بقى الجملة. دلوقتي انت فهمتها. يعني ايه خدنا منه الهول؟ يعني ادينا له الكترون. عشان كده قلنا لو خدنا منه الهول الل يا هيتفضل اسمه نيجاتيف ايون. لانه ما فيش حاجة اسمه اخد منه هول. معناه ان انا هأععد عنده الكترون خارجي. طيب لما ضره تكتسب الكترون خارجي اصبحت نيجاتيف ايون. ده بقى اللي انت مكنش فاهم وانت كنت تفكر ايه خدنا منه هول دي. يعني مش فاهم ايه اللي حصل. ليه لما بناخده هول بيتفضل نيجاتيف. يعني انا مش كاهمها. ما هو انت مفيش حاجة اسمها هيدي اخده هول أصلا الهول ده مكان فاضي. انت مابتاخدهش. انت تم لا بإلكترون. بيجيب إلكترون يقعد فيه. والإلكترون ده بيسيب مكان فاضي هناك. فاحنا قلنا بدل ما نقول إلكترون تحرك في هذا الاتجاه. قلنا هنا اعتبر إن المكان الفاضي تحرك في هذا الاتجاه. فهنقول نعتبر إن الهول خرجت. هي بش حاسم الهول خرجت. بس نقول لهم مرة بقى هنطارد نقولها. نقول إيه للتبسيط. الهول خرجت وتحركت وراحت وجد. لكن في حقيقة الأمر هي ما يبترحش في أي حتة. ده مكان فاضي. العنصرين المهمين بتوعي. اللي في الستراكشور. فصلتهم لأهم حاجتين عايزهم. الكارييرز اللي ممكن تنتقل. اللي أنا ممكن أعتبرها بتنتقل. حقيقة أو مجازا. حقيقة لو إلكترون مجازا لو هولز. والباقي. الباقي ده اللي هو إيه؟ اللي تشارج اللي هي اسمها البوزتف والنيجاتف آيونز. اللي هي فيكسد آيونز. اللي هي لازمتها إيه لو أنت جادة على واحد سمع الدرس اللي فات. اللي لازمتها أنها هتعمل لي البوتنشال بريير. اللي هي فيكسد آيونز دي يعني تحطهمه ضمن بعدها كده يعملوا مجال كهرابي يعملوا إلكتريك فيلد. أما هل بحب نتكلم في إيه ده أنت هتلاقي العظمة دلقتي. اللي تسمع الفيديو اللي فاتح يجي هنا ينبسط جدا يعني. طيب ده كلام جميل أوي فلما نعمل بقى البي طيب. هنعملها إزاي هنعمل مربع كده ونقول ده بي طيب. اهو قد بي طيب. كلام ما فيش أي مشكلة فيه. بنعملها إزاي بقى سالب سالب ومعاه كل واحدة ومعاهول معاهول سالب ومعاهول طبعا الجملة دي مفهومة دلقتي خلاص سالب معاهول لكن التاني كان الان طيب عبارة عن إيه عبارة عن موجب ومعاه الكترون موجب ومعاه الكترون والله رعزم ليعب عيال يا جماعة ده ليعب عيال أوي كمان. انت مشوفتش لسه الدنيا الصعبة يعني ومش تشوفها خالص دلوقتي خالص ولو معاك شاطر لو معاك مدرس شاطر مش تشوفها في حياتك أصلا الحقيقة كلها جميلة يعني على الأقل فيما اكتشفناه من العلوم الله على بقى ما اكتشفناهوش فقولنا خلاص يبقى قادي الان طيب عبارة عن إيه عن الكترون يقدر يتحرر بس لو حررته انت كده خدت الكترون فاللي فاضل ده اسمه بوزيتف ايون لأنك عنده موجب أكتر مستوالب عنده بروتونز أكتر طيب والباقي ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فأصبحت الهول اختفت بس أصبحت ذرة عندها إلكترون زيادة عشان كان بنقول لو خدت منها الهول يعني لو أخفيت الهول وخدتها انت برة في أي حتة انت كده اديتها إلكترون يعني خليتها اللي هتفضل نيجاتيف آيون طيب ليه قلنا انها كأنها تحركت لانك زي ما قلت لك انت عشان تدي الظرة إلكترون أكيد الإلكترون ده ساب مكان ما هو إلكترون ما بيجيش من الهواء انت بتعملش إنجيكشن مثلا بـ pure إلكترون لأ انت بتخلي إلكترون ده يجي مثلا من ذرة سيليكون يجي من بي تانية فهيسيب مكانه فيكنسي مكان فاضي فالإلكترون كان هنا وكمالي مكانه خدت الإلكترون يمشي كإلكترون ههو وجيه روح قاعد في الهول دي وساب مكانه هول تانية فكده الإلكترون اتحرك كده بس الهول أكيد انها اتحركت كده فبنقول بقى خلاص بما ان الهول هي اللي كتيرة قوي في البي طيب فهنتكلم باسم الهول سنقول ان البي طيب بيكون الهول فيها ماجوريتي أغلبية هي اللي تشارج كارييرز كلها ماجوريتي يعني أغلبية ساحقة مليانة هول كتيرة جدا انت حطيت عشر أو ستاشر بورون هيبقى عشر أو ستاشر هول طيب كام إلكترون أولين جدا لهم جاي منين من كسر ذرات السيليكون في الغالب يعني طيب والإلكترونات قوليه الأول إنها جاي من السيليكون زي ما قلنا ولهو عدد أولي جدا اللي بينكسر يعني فدي من سميها ماينورتي ده في حالة البي طيب إنها التانية العكس في حالة الان طيب حلو بيكون الكترنات كتيرة جدا هي اللي بتيها هي الطيار الطيار ما هو إلا الكترنات فالإلكترون هي الماجوريتي ما جوريتي مفاش حفظ خالص طيب والهولز ولهي اللي قوي عارف ليه لأن السؤال أنا سأك سؤال بذوقتي هل لو الإلكترون ده ساب مكانه المكان ده أصبح فيكنسي لأ طبعا لأنه مش مكان فاضي كلمة هول يعني مكان يمكن لأي حد معدي يقعد فيه هل لو الإلكترون الخامس ده اللي هو مش طيق خلقته أصلا هو قاعد مشي مكانه ده حد يجي يقعد لا يعرف ليه إن اللي فاضل عبارة عن إيه فوسفرس عامل أربع معه أربع إلكترنات في المستوى الخارجي عامل بيهم روابط مع السيليكون مفيش مكان لحد تاني المستوى الأخير في ثمانية أنت جايي تقعد فيه فهم قصدي فما بقاش المكان متاح لحد يجي يقعد فيه فالإلكترون في في الإن طيب لما يمشي من الفوسفرس ليس بيسيب�� عشان كده الوحيلز من بق الرابطة صحيحِكِ كِην الباب قال سيكون المخارر بيانكسر في الصعوبة على السيلكون و من sug اللقي يحين الطريق اللقي يكون الحُل مه至 الوحيل ربما يكون المتNER الوحيلة مقارنة بالتفسرس ايضاًать يعني آية T mijn NORYT إذا Pi المترجم وهي بتحرك؟ أو بتحرك بين ذ practice height تماما ? لأ حرة حركة تماما عشان ف wok lucky ٥ القليل لكن هنا إليكنيات عماله تتنطط في الحفرة اللي موجودة كتيرة قوي فبنسى طيار هولز فبنسى طيار هولز صين زي ما ما قتلك كان هنا عليك حفرة كتيرة قوي وخمس اثريتي ألم يتنطط خلالها حلو فبنقول اذا اكêtre الحفرا هي لي المتجسسسس rich طيار اشد بلا عليك افهم. طيار اشد تشدها مش بكمية الطيار مش بكمية الالكترنات بسرعة حركتها. بقدي ايه بتتسحب بسرعة عالية. بقدي ايه بتعدي على المقاومة في الثانية الوحدة عشان تستهري خلالها طاقة. ده شرح نبق في الجلدات اللي فاتت ارجع لها. اللي هنعمل النهاردة اكتشاف عظيم واللي فكر فيه راجل عبقري. قال لك طب ما تيجي يا جماعة دي نحطها جنب دي. طبعا ده اول تفكير سطحي جدا طبعا هو فكر في الموضوع. بس تفكيره احنا نعمله ده اتيت الغلط يعني. بس خلينا بص نشوف كيف نشأ الموضوع. ناخدها من تحت قوي يعني. قال لك خلاص انا هجيبي الان والزقه في البي. فلو جبت قطعة ان لزقتها في البي كده هو ولا يحصل اي حاجة عارف ليه. مهما تقربهم بعض جدا. بالطريقة بايدك يعني كده وتلزقهم في بعض. هيفضل فيه مسافات بينية هنا ولا مقاومتها عالية جدا. هوا هتخلي ايه? فيش اي حاجة منها تحصل هنا. كل ما يجي حد يعدي ولا يروح ولا يجي. الدنيا جوه مترشمة. في الحل مش ان نحن نعمل ان الوحدها بعدين بي الوحدها بعدين نلزقهم. نلزق ايه ده تحتاج تعمل لعملية صهر. وده يبقى عملية معقدة جدا. لكن الحل ايه? بينجيب بس زمان ده مش تدخلك في الاندسري بتعمل ازاي. منجيب قطعة كبيرة من السمي كوندكتور. نحن جزء كبير او منها ان. ونحن ان الجزء اللي جانبك بتير جدا بي. لحد ما يبقى الشكل ان هنا وبي هنا. بس ايه الفرق ده 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 د قطعة. نفس الحتة اللي معاك. فبالتالي مفتوحين على بعض. مفيش ايه مسافات بينية هنا. الظرات تعت سيليكون لازق في بعضها. ما هي وظرات الفوسفرس وهنا هي وظرات البورون. الاتنين لازقين في بعض. فاصبح عندي قطعة واحدة اسمها بي ان. يفصل بنا حاجز في نص اسمه جونكشن. فسميناها بي ان جونكشن. طيب قد ما نبدأ فكرة البي ان جونكشن ونشرحها بقى ونخلص منها على طوله نعمل بايسنج وغيره. لازم تلأول تعرف نوعية من انواع الطيار الكه اللي هينشأ جوه البي ان جونكشن. اعرفهم لك بشكل مجرد في الاول. بشكل بسيط خالص يعني. وجوه هعرفهم لك تاني ونشوفهم ازاي بيحصلوا بشكل عملي. اول نوع من انواع الطيار اسمه ديفيوجن. ديفيوجن. ودي كلمة عدد عليك اكيد قبل كده ديفيوجن. كارنت. ونوع تاني اسمه الدريفت كارنت. دول ما فيش غيرهم. هو دول نوعين الطيار اللي موجودني جوه. خلي بالك. ده نوع من انواع الطيار. حبنتكلم ده طيار. ده طيار كهربي. طريقة من طرق الصرايان الطيار الكهربي. لكن لما قلك الكاريارز دي حاجة تانية خالص. ده الطير الكهربي يعني عملية مرور شحنات شايلة طاقة. طب الشحنات دي ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون هنا بقى الكاريارز. ممكن تكون الكاريارز. وممكن تكون هولز. لكن ده ما لو ost اقطعه بطرية مرور الالكترون وطرية مرور الهولز. ده ممكن يمره بطرق كتيرة. الطرقتين اللي عليك بقى الله هما فيقول. ما فيش غيرهم بيحصل جوه دي انجونتشن. هي الدفيوجن. ويدريفت. ده اي وده ايه مفهومين جدا تعال اقول لك ازاي اللي احنا هنحتاج في الدرس اللي فات بقى لسه مخلصينه من شوية ده لو انا قلت لك عندي نفس ام المثال بتاعي كل مرة عندي اناء كبير كده اهو بالمنظر اللي قدامك ومربوط في اناء تاني قده بالزبط حلو امنا جايين مليين ده مية على اخره اهو والحتة دي مفاشغل شوية مية صغارين المية ستنتقل من فين لفين ولماذا هتنتقل من ده لده بتنتقل سنة الحياة ده كل حاجة بتنتقل من مكان الاعلى في الجهد او الاعلى في الضغط او الاعلى في الكمية او الاعلى في اي حاجة للمكان الاقل ليه لاني وجود كمية زايدة عن اللازم هنا وهنا كمية اقل بيجعل النديف حالة غير مستقرة فعشان توصل لاستقرار ومبدأ العدل المطبق ده ان الازم الكيميتين يبقوا ادى بعض هيوصلوا الاتنين لمستوى ايه لمستوى ثابت كده يكونوا قد بعض فيه هيفضل يفضي هنا هنا لحد ما يبقوا flavored بعض بالزبط ساعتها يتساوى الضغط ده عمال يزوء بقوة عالية أول تحت فإيه هيمجار في المية دي جوه لحد ما يبقى النحى الثانية في حاجة بتشكل قوة قد دي بالظبط تفهم الفكرة إيه ده اللي قم ناخده زمان في الضغط وفي الدروس البرشور كلها نفس الكلام في إيه في عالم الاتشارجز خلينا نعمل صفحة جديدة كده عشان نكتب راحتنا مطاب بسيط هو مر عليك لو مر عليك الكلام ده فإطلع أنا أفترض أن اللي بيسمع مش عارف أي حاجة نعم الفكرة إيه فنحن نقول نفس الكلام لو أنت عندك موجب معا موجب بصفت شارجز كتيرة جدا بصفت شارجز بوزتف وزيهم بقى جنبهم كتير قوي 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 بالمنظر ده أهو ونفس الكلام كده حل والنحية الثانية ما عندناش غير اتنين موجب مسلا اتنين موجب بالمنظر ده فإلا يحصل هتلاقي أن أنت أول ما تفتحهم على بعض والمكانين دولي مع بعض هتعمق هتبهيف لايك جازس هتتسلوك شبه الغاز كده شبه الغازات أعرفك ما بدأ الديفيوجون موجود في كل حاجة تقريبا لو جبت الغازات لو جبت أنبوبة فيها غاز من نوع معين من نوع ألف أو من نوع إيه وأنبوبة تانية فيها غاز من نوع بيه وفتحتهم على بعض النتيجة هتبقى إيه حبر نقطة حبر دي كسيفة جدا مليانة حبر حبر كسيف قوي مليان يعني إلا يحصل هتلاقي الحبر ده بدأ ينشر الحبر بتاعه خلال المية ليه فكر فيها لأن الحبر عنده حبر أكتر من الحبر اللي عند المية فهي من المكان العالي في الحبر للمكان الأقل في الحبر فبينتقل من الأعلى حبرا للأقل حبرا هو ده معنى كلمة ديفيوجون الحبر دي بتديفيوز في المية وده شرحنا الدرس اللي قبل اللي فات ونفس الكلام المية عندها مية أكتر من المية اللي عند الحبر فالمية نفسها بتديفيوز لجوه الحبر عشان كي بتقعد تفتته يعني المشهد ده يمكن النظر ليه من جانبين أن المية هي اللي بتديفيوز جوه الحبر فبتفتته أو أن الحبر هو اللي بيديفيوز للمية عشان هو مركز أكتر منها صح؟ الاتنين صح؟ لأن على حسب أنت بتتكلم عن مين اللي بيديفيوز حسب الكارير شفت هنا الكارير بقى هنا مش كارير تشارجس أو مش مش شحنات هنا اللي بينتقل حسب الحاجة اللي تتكلم عليها هل تتكلم عن الحبر ولا عن المية لو عن الحبر فيبقى الحبر بينتقل من المكان الأعلى حبراً اللي هو النقطة إلى المكان الأقل حبراً يعني للخارج قد اتجاه الطيار بتاع الديفيوجن بتاع الحبر طيب لو جينا نتكلم عن المية يبقى الموضوع من سميل حيثية حيثية عارف يعني إيه؟ يعني تتكلم من حيث ماذا؟ من حيث الماء ولا من حيث الحبر فهم الفكرة إيه؟ فلو مية يبقى المية هتنتقل من المكان الأعلى مياها إلى المكان الاقل مية هنه هذا الحبر من جوه فيه مياه كتير لا ده مركز جدا محاوط نفسه مفيش مياه جوهه فأوه ما تقع في كوباية كده فالميا بتدفز من بره لجوه الحبر قد اتجاه الطيار التاني عشان كده اتنين عكس بعض على فكرة بس الاتنين طيار الاتنين نفس اللي ممكن نبص لهم محتاجينهم يعني فبنقول ان دي اسمه ايه اسمه طيار الديفيوجن نفس الكلام في الشحنات انا بسمت الشحنات فوق اه المكان ده مليان بوزيتف مليان بوزيتف كتير قوي معنى كان هم ايه مش مستقرين مخنوقين من بعض ما بينهم قوة تنافر فايلا يحصل هيبدأوا تعتقر زي ده او تقع زي ده جدا فاول ما تفتح الحاجز في النص تفتحه وتقوم شايله رفعه الفوق هتليهم بدأوا انهمروا ويتوزعوا بالتكافؤ على المنطقة المتاحة كلها لو ده الكونتينر كله اهو وانت كنت حاضط في النص هنا حاجز مناعهم عنه ما يديفيوزه فاول ما تشيل الحاجز زه هيبدأوا يتوزعوا على باقية الكونتينر بحيس يبقى توزيعهم متكافئ يملوا الكونتينر كله زي هم زي الجاس بالزبط طب من ناحية تشارجس ليه ده حصل لان هنا في تنافر بينهم تنافر 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 فمش طاقين بعض لازم يتواجدوا في البيست كيس لازم يفضلوا يتوزعوا لحد ما نوصل خلاص مفيش احسن من كده بعد عن بعض بالقدر الاقصى قدر ممكن لكن طول ما انت مكدس منطقة كاملة ايفضل المنطقة دي اعلى اعلى في ايه بقى في التركيز في الكونتريشن فينتقل منها ال تشارجس للمكان الاقل في الكونتريشن وواحد يسألني ايه اقول لك صح حسب حنتكلم على ايه هنا بنتكلم على الشحنات المجابه فالمكان ده اعلى في تركيز الشحنات المجابه من المكان ده فالمجابه هتنتقل من هنا الهنا زي زي الميا والحبر لكن السؤال مش ممكن حاجة برضه من هنا تنتقل للنحية التانية اقول لك اه ازاي تخيل معي المشهد ان انا هعمل حاجة سهلة اود لقتي بص كده اللي عمله لقتي امسح ده امسح ده فرضنا مسلا ان انا عندي حاجة بالمنظر ده هنا عندي ده سالب ده سالب سالب انا حاب بعمل الوان يعني مش عايزين بقى حاجة خنيئة كده ده سالب سالب والنحية التاني بقى فيه سوالب كتيرة جدا فممكن نعمل كده اهو سلب لكل دول سالب سالب وممكن تم عامل غيرهم بقى تاخد الصف ده كله اهو فيش امكانيات اهو جميل جدا صغرهم شوية ممكن نعمل حارجة لطيفة اعتبر ان في هنا واحدة موجب على هنا واحدة موجب السؤال لو انا كان في حاجز في النص من خمس ثواني بالضبط ادي كان في حاجز هنا المنطقة اليمن لو فتحنا ايه اللي منها اكتر من اللي عند الشمال الموجب هنا كتير جدا والموجب هنا اقل فلو فتحنا تلاقي الموجب الينا هيتنافر مع بعضه ويبدأ ينتقل الموجب هينتقل من ده ده صحاها هيدفيوز من هنا لهنا طب وهنا مين الكتير عن ناحية اللي مين الاستوالب الكتير قوي هنا فابتتنافر مع بعضها والمكان ده فوضي بالنسبة لها فتبدأ تتنافر تبدأ تتنافر وتدفيوز من هنا الهنا يبقى الديفيوجن ملوش اتجاه على حسم تبتكلم عن ايه كل حاجة لها اتجاهها فاهمي فكرة ايه فممكن نقول ان الديفيوجن current اتجاه الطيارة بتاع الديفيوجن بتاع الموجب الموجب اهو الموجب هيديفيوز من المكان الاعلى للمكان الاقل يعني هيبقى في الاتجاه ده طب والسالب هيديفيوز في الاتجاه المعاكس هيديفيوز من المنطقة دي للمنطقة دي لان هو هنا اعلى فلما تفتحهم هيديفيوز في الاتجاه ده هينتقل هيوقع كده فهم الفكرة ايه ده ببساطة فكرة الديفيوجن current هو ده معنى كلمة الديفيوجن current طبعا ده على مستوى الكلام العام اللي هو تشارجز كده وخلاص لكن انت لو عايز تفهمها اصلا على ارض الواقع فهو الموجب والسالب ما هي الا شوية الكتورنات كارييرز يعني مين هيخلي الحاجة موجب من هيخلي الحاجة سالب هل اسأل لما بقى لك ده في الكلام هل لما اقول لك السالب اللي هنا هينتقل انا قصدي السالب السالب الاتوم لأ طبعا الكارييرز مين الكاريير اللي مخلي دي سالب الالكترون فهو اللي هينتقل هنتكلم عن ده بق لما نوصل البيئي انجونكشن هوريك الدنيا هتمشي ازاي وهتفهم الدنيا حيننا بنتكلم على charges in general لكن انا اصلا لما اقول لك charge negative انا ممكن اكون قصد بها اصلا الالكترون صح كده هو شي ينفع اه هو اصلا الالكترون فده الالكترون ده الالكترون تعال هنا انا عملت لك مخصوصة اهو بص الجهة اللي على الالكترون دي خالص مليانة الكترون كتير جدا ومعاها شوية هولز وليلة طب ايه اللي جاب ده ما احنا قلت لك بقى خلاص البص في التشارج من نسبالنا ما هي الا هول والنيجاتف التشارج ما هي الا الكترون لان احب نتكلم على اللي يقدر ينتقل احبش نقول diffusion يعني انتقال هو الاتوم تقدر تنتقل لا ايابنا دي كلها فكسد والايونز فكسد ملايش ضعب موضوع احنا اللي بينتقل الكارييرز اسمها كارييرز عار ايه الانرجي وتنتقل بيها والترانسفير بيها وتبقى وتبقى في صورة كارينت فى ايه هركاب نسميه كارنت ا 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 طيار من الناقلات او اللي هي بقى زي الا الكترونز والهولز فدول من الان هي الشحنات الا موجودة ده اللي يهمينا في المعادلة اصلا ده الموديلينج يا ابني فا احب من فكرا ايه فالمكان ده مليان تشارج كارييرز نيجاتف تشارج كارييرز اللي هي الا الكترونز وبعض البزيطف حلوة كده هقولك دول جمي من في ارض الواق لكن استنى، لن أفترض أن نفشرح فكرة الدفجن، وهنا موجب كثير جداً جداً، وسوالم أقل، صح كده؟ فالسؤال، قُل لي من اللي هينتقل منين لفين؟ هتقول لي كل حاجة هتنتقل من المكان الأقلي، اللي هي أعلى فيه للمكان الأقل، فده لما نفتحهم على بعض، أدي في حجز في النص، أول ما يتشال، هتلاقي الالكترنات بدأت تدفج كده، من المكان اللي هي أعلى فيه للمكان اللي هي أقل، والهولز هتدق من اللي هي كتير قوي هنا هتدق تدفيوز كده فممكن احد يقول لي إذن نصل إلي العلاقة؟ إن الإلكترونات اهو هدي الإلكترون اتجاه الدفيوجن بتاعها انهم جايبين ساهم كده أمور اهو من الأسف المتاع ده بفلوس البرنامج فمش مساعدني خالص أخري سبع عدوات ده اتجاه إيه؟ ده اتجاه اهو اتجاه حركة الإلكترونز الدفيوجن بتاعها ونفس المعلم ده ممكن انهم اغدينه كده ونزلين به تحت هتgee اتجاه ب km بالعكس ده اتجاههم مختلف اتجاه حركة الهولز ازاي؟ اتجاه الدفيوجن بتاع الهولز من المكان إلي أعلى فيه من المكان إلي أقل فيه يعني اتجاهها زي ما هو موضح إنلم يعني داست الاسمه حالا ده اتجاه الدفيوجن بتاع الهولز شفت المركش بالبكة هو اون زاي؟ لبقى لما نفتح الحاجز المكان هل يوجد كتيره عن المكان لي جنبيهalieب يفض للمشيء ل perduه دي في المكان يآخر استهل نقوم المودود تفرّج معي علي تعال هنا على موقع زي BHET موقع مشهور جدا بتاع سيميوليترز او محاكيات اجهزة محاكاة اعمل لك هنا محاكاة بس ايه للجازس هي اصلا فكرة الديفيوجن الاساسية في الجازس اصلا يعني ده هكذا وضع الامر يا بس هو موجود في الاتشارجس وموجود في كل حاجة تقريبة بيقولك انا عندي نوعام البرتكالز وفي فاصل بينهم فانا هقوله زودلي مثلا على الشمال وممكن نكبر الماس بتاعتهم شوية طبعا الAMU يعني Atomic Mass Unit وحدة كتل زرية وممكن نكبر مقاسهم شوية كتلتهم وده هيفرق طبعا في عملية الديفيوجن بس احنا خلينا ما نلعبش في اي حاجة نخلي الاتنين قد بعض وخلي الريديس قد بعض ممكن نكبرهم بص منظرهم اكبر جدا فزي الفل ممكن تكبر اقعد كبر عشان تبقى المشهد واضح اهو كده مناسب يبقى ديمتين نخلي ديمتين برضا اهي عشان يبقى قد بعض فين بقى وقل له حط لي هنا خمسين برتكال وحط لي هنا م semana يعني عشرة باس طبعا الو هنا مش هيعرف افهمك ما لا بدك الديمتينة بتاكيب عليه له اي отс guessing له انه حاطت نوع Even but here ونوع واحد بس هنا فالخلاصة ان الكورد الي هو هنا William unter dem الاخير دي نفس الكورد باش اي فرق فامي الفكرة ايه هو عايز ورلك ان الحاجة الكتيرة هتنتقل من المكان ي هي كتيرة فيه للمكان اللي فاضي التي هي مش موجودة فيه اصلا وده هينتقل من المكان اللي هو كتير في للمكان اللي فاضي الناحية الانية نفس اللي نقوله يعني تقريبا فخلينا نعمل ايه بيقولك remove divider شيل القاسم الحاجة اللي مقسمها اهو شلناه لا كسف اللي هيحصل اللغ اللزرق بيخش ازاي بيخش يمين بص اللحمر لازم هيخش شمال بس بكمية اضعف هتلاقي مع الوقت لو سبنا اللحمر ده عمره ما يفضل قاعد في اليمين انا هقض معك لحد ما يجي يخش شمال لازم مع الوقت والتصادمات اهو ادي واحدة دخلت بس ايه ده هو ليه ما دخلوش اكت يبني ما هم عددهم قليل اصلا دول واحد الى خمسة بس اللازرق دخل فين دخل اليمين واللحمر بيحاول يخش شمال من المكان الاعلى فيه للمكان الاقل اللي هو مش موجود فيه خالص مع الوقت ايه اللي هيحصل هيحصل سكون هيحصل توزيع متكافئ هتلاقي اليمين اليمين زي اليمين الشمال بس تصبر بقى عليها حبة من الوقت طبع هممكن نرفع درجة الحرارة وده هيأثر على حاجات كتير ممكن نسرع البرتكل فلوريت بس كده النهائي ايه لو انت جاد عبص كده المشهد هتلاقي تقريبا نص اللازرق بقى هنا ونص اللحمر بقى هنا برضه ونص اللازرق التاني بقى هنا ونص اللحمر التاني بقى هنا خمسة وخمسة تقريبا من اللحمر وتقريبا 25 و25 من اللازرق هو ده الفكرة تحت الديفيوجن بتفضي صندوق كبير على صندوق فاضي ممكن نجيب سكيل ممكن نعمل ستوب ووتش ممكن نعمل حاجات كتير قوي يعني عشان يورك ان هما فعلا توزيعهم بقى متكافئ تقريبا يعني تقريبا هم متسنطرين حوالين النقطة دي اللحمر كده اللحمر تقريبا في النص بالزلط خمسة وخمسة واللازرق او ميجا عند السنتر اعرف ان 25 و25 ده سنتر اوف ماس والله حركة صائعة ان هما يعملوا سنتر اوف ماس دي ممكن نحط الديفايدر ونعلي الحرارة فهتليهم بقى انشط بص اللازرق ايه حصل له ايه فبيتحرك انشط كل ما تقلل الريدرس بتاعه على فكرة هيظهر الحركة دي بس 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 ويتأوضح ان هو بتحرك بسرعة اعلي يعني ايه وهنا كل ما تزود كل ما سرعته هتزيد الاحمر هتبترفع الحرارة فالمهم يعني ادي السيميوليشن للعملية دي ايفل بقى انا برفع الفيديو اللي قبلها والله فده كده فكرة الديفيوجن ده اول نوع من انواع الكارنت اللي موجودة جوه النوع التاني وده نوع مهم جدا اديني صبحة فاطمة للدرس اللي فات بقى اللي جايد انا مش اطول فى ان انا هريته فى الدرس اللي فات طولنا فى جامد قوي اللي هو هام فكرة اليلكترك فيلد وازاي ممكن شحنا تتحرى الخلال الإلكترك فيلد قمنا الإلكترك فيلد ما هو اللي ايه تأثير منطقة من التأثير من الموجودة سالية بين اي بوزتculus ve Cheers ونجأ في تشارج y gi بينشأ ما بيننف النص منطقة من التأثير يعني اي منطقة من التأثير قال لك خطوط بنمثلة بخطوط فيلتك دهو خارجة من دهو راحل ده. خارجة من دهو راحل ده. وبعناها انك اي بارتك اللي تحطها هناو هتتأثر بقوة كهربية. عشان كده المكان ده اسمه ايه؟ فيه فيه استورد انرجي. يعني قدرة على بذل شغل. هي الانرجي معناها قدرة على بذل شغل. فلو انا حطيت حاجة مجابة هنا ايه اللي هيحصل? هتتتنفر مع المجاب وتتحرك في الاتجاه ده. طب لو حطيت حاجة سالبة. هتتتنفر مع السالب وتتجذب للمجاب فتتحرك في الاتجاه ده. فقلنا اي حاجة سالبة بتتحرك عكس المجال الكهربي. زي ما انت شوفوا دلوقتي. يعني اي حاجة سالبة اهيه. تحرك كده. يعني عكس المجال الكهربي. عكس اتجاه المجال الكهربي. واي حاجة مجابة بتحرك مع المجال الكهربي. على فكرة ترتيب الاحداث مش كده. هو مش في مجال الكهربي واحنا بعدين زبطنا اتجاه المجاب والسالب لأ. احنا عملنا اتجاه المجال الكهربي وفقا للمجاب. قلنا هنا ماذا سيحصل فيه؟ قال لك هتنفر مع هذا ويمشي في الاتجاه ايه؟ في الاتجاه ده قال لك الاتجاه اللي هو اللي الموجب يمشي فيه هو الاتجاه الالكتر فيلد. يعني الموضوع ماشي بالعكس. مر زي ما انت انفكر. احصوا حد يقول لي ايوه ليه الموجب بيمشي مع المجال الكهربية والسالب عكسه؟ اول عكس احنا شفنا الموجب والسالب يمشي ازاي خلينا بقى اتجاه المجال. اصطلاحا بنا كده وبين بعض خليناها في نفس اتجاه الموجب. فهمت الفكرة ايه؟ فخرجت لدينا القاعدة الرئيسية اني حتى لو مفيش موجب بسالب منظر ده مش شرط رسمهم لك. انت اول ما رسم لك ان فيه بالمنظر ده. في خطوط مجال بشكل ما. ومعاملها لك من منظر ده كده اهو. وممكن نقعد نكتر فيها ادي اهو. كتر كتر يعمل لي خطوط مجال كتيرة قوي اهو. لما يعمل لك الشكل ده انت لازم تفهم ان يفش مجال كهرابي من لا شيء. لازم فيه سورس ليه. فلازم تلاقي موجب خارج منه وسالب بيترمينيت عنده. فانت ده افهم ان فيه موجب وسالب موجودين هنا. عشان كده دايما بنصح اي الكتر كفيل ده عايز تعرف تعام معه ازاي. افترض انه خارج من م يجب وراح سالع. اما الهو معنى اي الكتر كفيل ده مروش معنى غير كده. المهم فلو رسان تلك الكتر كفيل ده من منظر ده. وقلت لك لما نحط الكترون هنا. الكترون موجود في المنطقة في اي منطقة الكتر كفيل ده بيأثر عليها. هيمشي ازاي. هيمشي عكس المجال الكهرباء. طيب لو قلت لك حطينا هول. او اللي هي حاجة مجابة وخلاص. تقول لي هالهول متتحركش. يا ابني ما احنا اتفقنا بقى خلاص. لما قلت لك الهول بتتحرك ده مج لكن الحقيقة شرحنا لك خمسين مرات قبل كده. فمشي عيد الكلام تاني. هيبقى بنقول له الهول تحرك يعني اكني الكترون بينط في الهول دي. فهو لو مش يمين اكنه ساب مكان فاضي مكانه فاكني المكان الفاضي تحرك شمال. فلما قولك بقى الحاجة المجابة دي. اللي هي الهول اللي بتبهيف وكأنها مجابة. هتحرك ازاي. تقول لي هتمشي مع المجال. يبقى الهول تمشي مع المجال والالكترون عكس المجال. ده كلام جميل قوي. امسح كل ده. وارجع لي للرسمة اللي كان اتفوق. عشان اواريك بقى الطارق جديد. لو انا قتلك لاتي معلش ثانية. لما قلنا مجال كهربي. رجع كل اللي احنا مسحناه. لما قلنا وجود المجال الكهربي. معناها انه فيه تشارجس على الطرفين. ووجود تشارجس. معناه ان انا اي حاجة حطها في سكة هتت ايه? هتبيه اكسلريتا ده. هتتتحرك. هتتتصارع. طب هو في حاجة تتصارع من غير ما تكون محملة بالطاقة. ما هي معنى تصارعها. يعني عندها طاقة صح كده. مجرد من الحاجة تت تتصارع تقدر تتحرك. يبقى انت تتتها طاقة. طيب الطاقة لكل واحدة من وحدات الشحنات. لكل الطاقة. لكل واحدة من كمية الكهربية. سمينا ده الفولتج. فيبقى اكيد فيه فولتج بين النقطين. اللي الشحنات بتتصارع بينهما. يبقى لو لقيت اي شحنة في الدنيا. بتتصارع بين النقطين. تحطها في النص هنا مثلا. الكترون او. لو حطته بين النقطين. لقيته تتحرك من المكان الاخر. اعرف ان المكانين دول مختلفين في الجهة. خلصت. خلصت فيه فوتنشال ديفرانس بينهم. والفي ده. لو اسمته على المسافة اللي ما بين النقطين. ما بين النقطين دول هيديلك الالكتريك فيه. لو هو قيمة ثابتة يعني. لو هو ثابتة. طيب متغيرة. هيبقى مشتقط علاقة الفي. تديك مشتقط علاقة المسافة اللي هي اسمها اكس مسلا. ده اللي احنا قلنا درس الفات حرفيا. بس قلنا بتطويل شوية. ده كلام جميل. انا بقى لو قلت لك. عندي مجال كهربي من منظر اللي قدامك حالا. وجيت انت في نص المجال الكهربي ده في اي مكان من اماكن تأثيره. وامتحاطة ب اللي هو كاريير يعني. تشارجد او تشارج كاريير. يعني احد نقلات الشحنة. الكترون او هول. ايه اللي هيحصل فيه? هيتصارع. هيتحرك. عارف هينجرف. هيتشد. عارف يعني انه ينجرف. اك انك جايب جرافة كده وبتزقوا بيها. صح كده. فهيتحرك ازاي? قلت لك اك اني في مجاب هنا. فهو ينجذب ناحية المجاب. او قاعدة بقى عما هيتحرك عكس اتجاه المجال الكهربي. هيتحرك كده. صح? فقلنا ساعتها اني الانجراف ده هيعمل طيار الكهربي. موجود المجال. حرك الالكترونات او الكارييرز اللي موجودة في المكان اللي موجود في المجال ده. و خلق طيار الكهربي. صح? الطيار الكهربي ده اسمه ايه? قالك طيار الانجراف. بنسميه بقى بالانجليش. ج يسبب اول ما تيجي في نّا اول ما قولك كلمة تيجي في نّا إن لازم يكون في مجال كهربية يا جماعة بص راكيزها في الكلام تحتاج حاجتين يحرك مجال كهربية وحاجة يحرقها المجال الكهربية يعني C-Arrears لو في يوجبP ومجال كهربية يحرك ال Carrears الإلهي نفي ذلك لأنه مجال الكهربية ، إنakНاي شحنات تحرك ال Carrears الذي في النص ثم هذه ذلك والله يحدثato seni calculated ما كانتش تفاهم ماذا انا قلته حالا كان مفكر اني قالوله زمان اول ما تلاقي مجال كهرابي يبقى دريفت كارنت على تقول حافظها مش شايمة كده وخلاص هو مش شايمة اي حاجة اصلا في الموضوع هو مفكر يعني هي كده استنبا الكتريك فيلد يبقى ايه دريفت كارنت وبيسمع معلومات يعني فجيت سألته يجي اسألني بقى يقول لي طب استنى لما اللي هل لو لكيت اي مجال كارير اول له لا ممكن في مجال كاريرز لو مفيش كارير زين اميلا هيتحرك مخدش يتحرك هي 5 مجال كاريرز اصلا في ناولوش لازمة طب العكس لو في كاريرز حلق ومافيش مجال كاريرez مافيش دريفت كارنت يبقى دريفت الكارنت لي بالقي من شرطين مجال كاريرز والتشارج قادرة على التحرك مجال كاريرز قادرة على التحرك ده وقعدت قمت حاطت هنا كمية ضخمة جدا بس من برطيكلز مش مشحونة فمش هتتحرك فهم الفكرة ايه او بشكل معين هشرحولك فوق حاطت برطيكلز مش هتقدر تتحرك اصلا على سبيل المثال ما هو ده هيبقى فيهم الايام مش مجرد مجال الكهربي ده هيبى حاجة كده هيبى عندي موجب هنا كبير موجب موجب مسلا ولازق فيه بالضبط مسلا سالب سالب انا بريك لايحصل في في البيان لو انا قلت لك دلوقتي عندي الكترون مسلا يعني هنا ومخنوق من استوالب اللي معايا لان استوالب دي معناه ان فيه الكترنات كتيرة او في المكان ده فيه هنا اكسس اوف الكترون فيه الكترنات كتيرة في المنطقة دي مكتسبة بواسطة الذرة مش الكترنات حرة يا الكترنات مكتسبة عشان كي يسميناها ايون طب فهم مش طيق خلقيته اصلا مفيش مكان يقعد فيه والدنيا هنا زحمه ومش طيق نفسه فلاقى الموجب هناك بيجذبه فإن يحصل يروح ناحية الموجب صح كده اوه طب بص بقى ده كده خلاص تمام ليه راح ناحية الموجب نفسر بقى باللي احنا درسناه لان الموجب ده مع السالب عامل مجال كهربي او ده الكلام العلمي بقى مجال كهربي مجال كهربي والالكترنات بتنجرف بتتشد عكس المجال الكهربي يعني السؤال هو مي اللي شد الالكترون ده واحد عايز يشتغل بشكل بسيط فيقول اللي شده شحنات المجابه ده كلام صح بس علميا وبلغة الكتب اللي شده هو المجال الكهربي اللي خارج منها طب بتقول ليه ما هو 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 جدع بالضبط ده اللي انا عايز اوصل لك ليه من نهاردة ان اللي انت خدته زمانه ومفكره مسلمات ومنوردوش شرح تلع بسيط جدا وهو شرحه اهو قدام عينا هو اللي شد الالكترون الشحنات المجابه واللي هي خلقة فممكن نقولي ان الالكترون ده هو اللي شد الالكترون فهمت الفكرة ايه شده يعني ايه جرفه فبنسمي ده دريفت الكرنت التار اللي بتحرك ده طب واحد يقول لي خلاص افرد بقى بص بقى الكلام دي المجال الكهربي زي ما هو مجال الكهربي وفيه تشارجس ومتحططه هنا عندي الكترون 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 واخد راحته او في المكان ده مش محتاج خالص ينتقل منه حلق واحد يجي يقول لي ايه بس المجاب ده هيبدأ يشده اقول له صح وكمان في مجال الكهربي ما هو نفس الفكرة في مجاب صح جدا وهو بس اول ما مجال الكهربي ده هيجي يشد الالكترونيات هيلاقيها ينفوت تتحرك ازاي هيلاقي كل ما تيجي تخش كده بس تركز في الكلام انت المجاب ده بيحاول شدك صح المجاب ده بيحاول شد الالكترونيات نفترض عشان بس نبصت الدنيا كلان ده مش مش دقيق اول حتة اللي جاية دي هيجي يشدها اول ما هي تقرب هنا في المنتصف كده تقريبا ايه اللي هيحصل هتقابل قدامها صخرة صلبة جدا من السالب حاجات سليبة كتيرة جدا نفس ترى متشابه معها في الشحنة ايه لا هيحصل تنافر فتلاقي الالكترونيات دي مش قادرة تعدي ده كلام بالحب بالذرة بنتكلم على مستوى الظرة طبع على مستوى القواعد اللي خدناها ان انت اكدناك الكترونيات بس عايز تتحركها مع المجال الكهربي وده ما ينفعش مش هنقولنا القاعدة بقى العامة خلاص الالكترونيات تتحرك عكس المجال ففيه مجال الكهربي وفيه تشارجس بس بش يقدر الحركة عارف ليه انها اصلا خلاص هي تحركت هي جوة هنا المجال الكهربي هنا هيحركها فين تاني تقولي طب افرد فيه وراء هنا موجب تاني فالموضوع مستمر يعني فيه موجب تاني اقولك ده ده احرى انها مرتحركش طب فرضا قدرنا نشدها بالمصدر خارجي يعني فرضا بقى واحد جي من برا كده وموصل البطارية وحاول يشد دول هقوله لازم تخليهم يمتلكوا قدر مناسب من الطاقة اللي يخليهم يقدروا يقفزوا القفزة دي لانك عايز تعديهم ضد سوالب قدهم لكنك جايب مغناطسين بقطبين سواه بعض وعايز تقربهم تلزقهم في بعض بتاخد صعوبة جمدة قوي عفاكة لو جيت مغناطسين قويين جدا صعبة قوي تلمسهم لبعض من نفس الجهة سيف المستحيل صعب قوي قوي ولو عملتها هيبقى انت بازلت عليهم قوة جمدة السؤال الالكترون هو هنا طاقته اعلى ولا هو هنا السؤال السريع عايزك بسرعة الجاو وهو هنا طبعا يعني طاقته اعلى يعني مخنوم من الحواليه قلتلك الطاقة لازم دبع فيديو ابو سبع ساعات لكل مرة بجيب سيرته عشان المعلومات اللي فيه رئيسية بابني عليها هو وكذا فيديو تانين اسمه ايه قلنا الطاقة هي القدرة على بذل شغل وانت سايب الالكترون هنا لو سبناها هيحصل ايه هيتنفر مع السوالب اللي حواليه فهو مش طاق نفسه ده اللي انا بعبر عنه بكلمة مش طاق نفسه دي انهو قاعد متدايق متدايق دي يعني لو سبناه هيفرغ المدايق اللي عنده دي وهيتحرك يعني هيبزل شغلا يبقى هو كان عنده طاقة عالية وهو في المكان ده فالمكان ده طاقته عالية يعني مكان صعب التوجد فيه لكن هنا المكان ده مليان موجب عارفين ايه موجب يعني مكن فاضي يعني ايه زرات نفسها حد يقعد فيها فالالكترونات وهي موجودة هنا طاقتها اقل شوية الالكترونات الحرة خلي بالقل الحرة اني لو موجب دخل لو الالكترون قاعد مع موجب من دول هيبقى ذرة متعدلة خلاص ببقتش موجب بس انا حتى هو حر موجود في مكان مش مدايقه موجود مع اصحابه الحرين بس الباقي كله مش مدايقهم ده positive charges مش negative كمان لا بالعكس هتليهم بتحركوا بسهولة او في المنطقة دي فهمي الفكرة ايه واحد جي قال لي بالقل ده انا هشدنا الالكترونات من برا هوصل البطارية وابدأ اشد انا الكاريرز دي عشان خليها تتحرك بالعافية وتنتقل الناحة التانية عكس الحاجة اللي هي عايزة تعملها بكبرها اقول لك يبقى لازم تمتلك قدر كافي انك تودين المكان الزحمة ده المكان اللي مش حلو يبقى لو طاقته وهو هنا كانت خمسة وانت عايز تودين المكان طاقته هناك عشرين لازم تديله طاقة كام تديله خمستاشر بحيس يقدر يتغلب على الحاجز اللي في النصة اللي في النص ده ويبقى طاقته عشرين لان انا قلنا قاعدة طاقتك وانت هنا وانت حر كانت خمسة وهناك عشان تبقى هناك محتاج تطاقتك تبقى عشرين يبقى الطاقة اللي احنا كانت بنها دي هي ايه هي القيمة الكافية لكي تتواجد او القيمة اللازمة لكي تكون الكترونة متحررا في هذه المنطقة لو انت معاك أقلم انها ما تقدرش تروح للمنطقة دي يعني الكترون اللي هنا معاه خمسة ويشتغل تمام جدا لان المنطقة دي محتاجة كام محتاجة خمسة فقط لكي تكون متحررا لكن اللي هناك محتاجة عشرين هل يقدر اللي هنا يروح لها الا لو معال عشرين لا ما يقدرش هيروح لها ازاي لازم ان يمتلك العشرين الاول بعدين يقدر يروح يبقى قلنا ان في النص هنا في حاجز في طريق محتاج يتعبر الطريق ده نشأ بسبب مجال الكهرابي وانك بتحاول تحرك الحاجة عكس اتجاه حركتها الطبيعي الالكترونيوات بتمشي عكس المجال انت عايز تحركها مع المجال فده امر معقد اوي فاهم الفكرة ايه محتاج انك تعمل ايه تدي له الطاقة الكافية للتغلب على الحاجز اللي في النص ده بنسميه الباريير باريير شبه كاريير كده باريير يعني حاجز يعني حيطة فاهم الفكرة ايه حيطة حرفيا محتاج تدي له طاقة كافية ان يتسلق الحيطة دي اكين المشهد كده اقعي اكين الالكترونيوات اللي هنا طاقتها قليلة والهنك طاقتها عالية وانت عايزه يعمل ايه عايزه يقفز الحيطة دي ده نفترد ان ده منحنة طاقة يعني فاهم الفكرة ايه على ال Y axis فلو الكترون موجودين هو وده كده في الجزء الموجب العليمين انت عايزه يطلع في الجزء السلب على الشمال ده قلتلك بس هنا ده كله سوالب معاه هيبقى طاقته فيه عالية يعني هيبقى فيه تنافر بينه وبين اللي حواليه ويبقى مخنوق وهيبقى مدايق طاقته عالية طاقت نشاطه عالية فاقولك ايه بقى لازم تديله قدر كافي من الطاقة ان يصعد الباريير ده عشان كاسم منها باريير فاهمت الفكرة ايه ده كله لسه بدقانش في ال B In Junction ده برضو بفاهمك كل اجزائها عشان لما نروح لها تبقى كينك بتجمع ايه بنعمل بازل كده هو انت كده معاك كل اجزاء الصورة ناقصنا اللي ماها جنب بعضها عشان تفهم يعني ايه B In Junction طيب يعني ايه B In Junction خلص تعال نلخص بقى الدنيا الان طيب هنرسمها كما بالشكل لو مش نامل في الصورة دلاتي فانت عندك مشكلة عبارة عن فوسفرس عبارة عن الكترون خامس لو مش هيسيب مكانه بوزط في ايون لو مش هيسيب مكانه بوزط في ايون طفين السيلكون مالوش لازمة موجود اه هو اللي عامل الروابط بس كتوصيل طيار مالوش لازمة واحد يقول لي طب ما اضيت مش انت كنت عايز تزود الطيار اقول له لا بس خلينا معاك يقول لي اهو الطيار زيت وصل البطارية هتلاقي الطيار حصل ايه كل الالكترونات الخامسة دي هتتشد هوب هوب وتم مشي في السلك وتروح كده وتطلع وتنزل تطلع وتنزل ووصل لي هنا مقاومة عملت اللي احنا عايزين هنشغل اللمبة تقول له ما هو ده لو احنا عايزين نشغل اللمبة احنا شعزين نشغل اللمبة احنا عايزين نقدر نشغلها ونطفيها بكنترولر نعمل متحكم جهاز تحكم اللي انت عملته ده ايه لو عملت كده واحنا بص يوص لو انا عملت كده وصلت البطارية في اتجاه المعاكس الطيار هقول لا لا برضه هيتحرك ازاي اتلاقي الالكترونات الخامسة دول اللي هو الالكترونات الخامس خامس خامس كل الخامسين دول هينجذبوا كده ويمشوا يتشدوا ناحية القطب الموجب اهو القطب الموجب ده قطب سالم يتشدوا من ماشين كده يمشوا كده يمشوا كده فما استفدنش اي حاجة فاهم الفكرة ايه فمنت كده عملت two way current عملت طيار ماشي في اتجاهين عادي رايح جاي رايح زي وجاي الاتنين يقدر يمشي وانحنا مش عايزين ده احنا عايزين طيار يمشي في اتجاه واتجاه لا يبقى ده ال switch يقدر يمشي في الاتجاه ده والراجع ما يقدرش يمشي في الاتجاه المعاكس هو ده ال switch لو انت عملت دائرة كهربية وعملت لك فيها switch مش لو انا قفلتها الطيار يعدي ولو فتحتها الطيار ييجي راجع ما يقدرش صح هيلاقي الدنيا مفتوح هيلاقي هنا في مقاومة عالية جدا بتاعت الهواء هو ده اللي انا عايز اعمله كخطوة اولى خلي بالك فهو مش ده كل شيء فكرة حاجة تعدي والراجع ماشي موجود ده مش كل شيء احنا عايزين حاجة اعظم من كده عايزين نعمل بيها مهمة عظيمة جدا اسمها amplification amplification يعني تكبير يا لهوة على العظمة ده بداية الشغل الجد اللي هناخده في الترانزيستور انت مش بس عايز قطعة حلو مسيطر عليها بجهد معين وعلى حسب الجهد اللي انت موصله معها او حسب البطارية حسب اتجاهها تعدي او متعديش ده نعمله النهارده بإذن الله نعمل حاجة one way current او one way conductor حاجة بتعدي الطيار في اتجاه واحد والطيار الثاني لا هنا مسلا لو عملنا دي في المنظر ده هتتعدي الطيار في الاتجاه ده وبتمنعه في الاتجاه المعاكس او متعديش في الاتجاه المعاكس جميل يعني لو قلقت البطارية الطيار مش هيعدي ده كده الف فيه تحكم احنا بقى ممكن نعمل حاجة اعظم من ده ان احنا نقوم موصلين تحكم تالت من برة ونخليك تعمل دي اكناها حنافية كل ما تفتح عنا فيه اكتر الطيار اللي هنا يعدي اكتر فانت عملت ربط عملت الطيار اللي فوق بيتحكم في الطيار الرئيسي اللي تحت فده يعمل لي ايه بقى لو الطيار اللي فوق تلاتة مثلا لقينا اللي تحت بقى تلاتين لو اللي فوق بقى خمسة فلقينا اللي تحت بقى خمسين لو اللي فوق بقى عشرة لقينا اللي تحت بقى مية ايه اللي انت ملاحظوا ان فيه علاقة. علاقة بين الاتنين دول. عشر اضعافه صح كده هو. يبقى اك انك عملت ايه? اك انك لو حطت هنا امبوت مصدر دخل حلو. الامبوت اللي يخش ده هيتضاعف عشر مرات ويطلع على الاوبوت اللي انا ممكن اخذه على اي مقاومة هنا. صح كده هو. ما هو الطيار اللي ماشي في المنظر الخارجي ده ممكن اعديه على مقاومة. ازاي تحول اي طيار لجهد يا ابني? اعديه على مقاومة. فاهم الفكرة ايه? نفس الكلام فوق. فلما اقولك ان الحاجة اللي فوق اضعفه عشر مرات تحت انا عملت ايه? جهاز تكبير. يعني هارا بيض. ده عظمة. واحد يقول لي ايه احتياجنا لجهاز تكبير. ده بقى هنعمل في درس الترانزيستور. هنقعد فيه ساعتين تقريبا او تلاتة. عشان هشرح لك مقدمة عن الموضوع. جهاز تكبير دي ببساطة جديدة. انت بتتكلم في المايكروفون. وصوتك بيطلع في صورة موجات. مسلا يعني صوتك تلع. ااااااااااااااااااااااااااااااااااا اتحول لجهد. والجهود اللي طلعت عبارة عن تلاتة فولت. بعدها اربعة. اهو. بعدها اربعة. بعدين سبعة وربع. بعدين تمانية وتلت. اي حاجة بقى وهكذا. قيم كتيرة ورا بعضها. انا عايز احول صوتك ده النحية التانية. بس صوتك ده ضعيف. لو مش في السكة هيموت مع الوقت في السلوك. هيوصل هناك ضعيف جدا. فانا عايز في السكة اكبره. وفي نفس الوقت احافظ عليه. احافظ عليه ازاي? يفضل علاقة بين كل واحد والاوراه هي هي. يعني لو رسمتهم في كيرف فاطلع شكل صوتك بالمنظر ده مثلا. فانا عايز الناحية التانية الصوتك يطلع برضو. بنفس الشكل. عايز يطلع بنفس الشكل لشان ما نعملش اي كلام. اهو. اهو. انا عايز الصوتك يطلع الناحية التانية بالزلط بنفس الشكل. حتى لو مكبر. المهم نفس الشكل. لاني قدر اشيل التكبير ده هناك بعدها يعني. ده مش صعب. او انا اصلا محتمل احتاج التكبير عشان يبقى صوتك اكبر. انت الفكرة في صوتك ان يبقى نفس العلاقة بين كل الجهود دي. فأعمل ده ازاي? اكبره في السكة. هنكبره ازاي بقى واحد يقول لي سهل اشتري بطارية واضيفها عليهم. اضيفها ازاي بقى? هنعمل ده ازاي? يعني ايه? هاخد كل رقم. واجمع عليه قيمة عشان اكبره. ده هياخد مننا تلاتاشر سنة عشان نعمل مجا صوتية واحدة. فقال له خلص هنعمل جهاز كل قيمة تخش عليه تلاتة دي هتتضرب في عشرة. واربعة برضو تخش عليه تتضرب في عشرة. سبعة وربعة تتضرب في عشرة كمان. فالنتج اللي يطلع هناك يبقى كل القيم انت دخلتها كإنبوت هي هي بزد طالعة بس ما ضربها في عشارات. فكده انت كبرت السيجنال. فلو في شبكة التليفون الارضي مسلا زمان ده اخترعوه زمان بسبب التليفون الارضي. فمعامل بيل وغيرها. عشان يكبروا اشهرت التليفون الارضي ويقدروا انقلوها لمسافات طويلة تحت الارض. فاضطروا يكبروا كل القيم. طب مش يا د بقى مش كل قيمة هناخدها نكبرها لا. هو الجهاز هيكبر اي قيمة تقع عليه. فاخترعنا بقى عملنا ديفايس عملنا كومبوننت اسمه ترانزيستور. ترانزيستور ده مبرمج ان هو ليه طيار كبير من برة وطيار صغير من فوق عمزة الحنفية كده. اللي من فوق ده لو عد فيه واحد اللي تحت يطلع عشر. عد فيه اتنين تحت يطلع عشرين. انا بديك مثال. ممكن الفاكتور مختلف يعني ممكن اللي عدي فوق واحد يطلع تحت مية. يعد اتنين يطلع متين. يبقى ده م رقم اكتر من كده كمان. حلو. فخلاص اصبح اللي فوق ده هو الامبوت والتحت ده الاول. اختصار شديد. طبعا في تفاصيل اكتر من كده كتير ده انا اللي بقول ده اي كلام قصلا. لسه في تفاصيل اكتر. هنخربها يعني. هو ده ابسط استخدام للترانزيستور. الامبليفكيشن. لو جاء نلخص وظيف الترانزيستور الرئيسية حاجتين. اللي احنا عامين يعني كورس ده كله هدف ونوصل نعمل الوظيفتين رئيسيتين. ولكن تخيل انهم يعني الحياة كل اللي انت عايش فيها تقريبا في التكنولوجيا. ترانزيستور اهو. تران. تران. انا بكتبه ده. تران. زيس. تر. هو اختصار ترانسفير ريزيستور. مقاومة ناقلة. هنعرف تغير جامل الكل ده ونعرف كل حاجة. بيعمل وظيفة من اتنين. بيختصار شديد. يا اما امبلي. في. كيشن. يعني تكبير. لكل الاشارات الصوتية واي اشارة انت عايزت تكبرة. ده ده تكبيرها وتكبيرها عدد من مرات كمان. يعني مش تكبيرها مرة واحدة. انا ممكن ااخد. الطيار الكبير اللي خرج بهنا ده. ااخد ده نفسه. وخليه هو. عبارة عن. اخد الفرع ده. ومعديه على ترانزيستور في النص. ويبقى هو الطيار الصغير بتاعه. وهو ماخد فرع جديد. ويبقى هو الطيار الكبير. فيبقى الطيار الكبير اللي خارج في الاخر ده. اتكبر مرتين. فهم الفكرة ايه? يبقى انت بإمبوت واحد. عديته على. مرحلتين من التكبير ده رسه هناخد حاجات عظيمة. دي اول وظيفة من وظيفة الترانزيستور. الوظيفة الثانية. سويتش. الكترونيك سويتش. متحكم كهربائي. يقدر يديني اون و اوف. يقدر يديني مفتاح الكتروني. الكتروني مش 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 مفوش موفين بارس. مفتوح ومقفول. المفتوح هنسميه صفر والمقفول نسميه واحد. واحد بيعدي كهرباء. مقفول مفتوح ما بيعديش كهرباء. حسب الجهد. مش حسب اي حركة. حسب الجهد الواقع عليه. فده يقدر يخنين اعمل ببساطة جديدة ايه? اعمل حاجة زي. اللي تقدر تخزن. اللي تقدر تعمل بيها كل اجزاء الكمبيوتر والميموريز والحياة اللي انت عايش فيها كلها. والإنبيدت سيستمز وغيره. شفت العظمة هو ده الترانزيستور اللي احنا عايزين نوصل له. هنوصل لأول خطوة خالص. ازاي نعمل وان وي كوندكتور. حاجة تعدي الطيار في اتجاه. ولو قلبت البطارية ما تعافش تعدي في الاتجاه المقابل او المعاكس. نعملها ازاي يالله بنا. جبت الان طي grown to believe. اهيه ودي بي. ودي بي طايب بقى. هاتي الاتنين اللي ضمهم في بعض. البي طايب زي ما شرحنا. عبارة عن حاجة لو خدت منها WHUL يعني ايه خدت HUL يعني اندتهاالكترون. فقعد في الهول دي. فيصبح اللي المتفضل بعد اخذ الهول. نان clauseل ليجالك مبعيد سبب مكان الهول هوا كمان. فقلنا الكترون جى اكني الهول مشيت. فلو خدت منها الهول يعني الهول مشيت. اكنك اديته الكترون. هو نفس معنى اديته الكترون. فيصبح اللي فاضل. فيبق على المشهد. بالشكل ده. تصبح هي دي مين? دي البي انجونكشن. لضمنهم في بعض ازاي? عملنا عملنا انجيكشن. انجيكشن. حق اني جبنا حقنا بس هي مش حقنا حرفيا. هي اه 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 اشرح حركة ناخد وقت. اشرح طالك هناك. قلت لك بنجيب حاجة زي مسلا. الفوسفرس. بنجيب حاجة اسمها الفوسفين. بيتش ثري. ونعديها على السيليكون عن درجة حرارة عالية جدا. فلي بيطلع فيها هو ن طيب. بنعمل ده في جزء كبير من السيليكون من القطع اللي عندنا. مكان كبير جدا. ونعمل العكس. بنجيب بقى البورون. بنجيب حاجة اسمها البورين. البي اتش ثري. برضو بس بي كابيتل كده. بي اتش ثري. والتانية بي اتش ثري. حلو. ده حاجة وده حاجة. ده فوسفين وده بورين. والاتنين بنعمل بيهم عملية الدوبين. اه عن طريق حاجة اسمها الديفوجن بروسس. عملية اسمها الديفوجن. بينتقل شوية ذرات من هنا. تعمل لك هنا ان طيب وهنا بي طيب. ارجع بقى لش صراحة لو عايز تعرف اكتر من التفاصيل. كده ايه اللي حصل. بقى الاتنين ما فيش بينهم جابس. ما فيش اماكن فاضية. فيش مسابات بينية. فالاتنين لازقين في بعض. يقدر الكاريس تنتقل من هنا الهنا. المكان اللي في النص ده مش مناعها. فيه يقدر ينتقل عادي لو انت وفرت له الظروف. ايه اللي هيحصل بقى دلوقتي? او متوصلهم بعض. هيحصل عملية طبيعية. وهنبدأ احنا من بره بعد ما العملية الطبيعية دي نرصدها وندرسها. هنبدأ نعمل احنا حاجة خارجية من بره. تساعدنا بقى في الوصول اللي احنا عايزينه. عايزين دي. تعدي طيار في اتجاه. لما نوصل البطارية من بره. كده هو. وتمنع انك تعديه في اتجاه المعاكس. طبعا انا رسم اي اتجاه. هو حقيقة. حقيقة الامر. انت عايز حاجة تعدي طيار لما يبقى كده. استنى اهو. كده هيعدي الطيار ده. هيعدي اقدر يعدي. وتمنعه لو انت قربت البطارية. نعمل ده ازاي هتشوف دلوقتي. اول ما انت وصلتهم بالشكل ده. فالنتيجة المنطقية اللي هتحصل ان انا عندي بقى ركز فيها. عندي اين هو. ايه الكارييرز اللي موجودة? تقول لي عندي الكترونات اولا غلط. مش بس. عندي الكترونات دي ماجورتي. في الان طيب الاغلبية الكترونات. لكن هل ليه لقلنا الاغلبية الكترونات? لان اغلبها جاي من الفوسفرس. بس هل تنفي ان فيه عشرة واستع عشرة جاي من السيليكون. ودول كل اللي خرجوا من السيليكون سابوا مكانهم هولز. يبقى عندي اه الكترونات كتيرة جدا عبارة عن عشرة واستاشر تقريبا. زائد عشرة واستع عشرة. بس عندي عشرة عشرة هول. ده رقم كبير جدا. يعني كبير ما يفعش نهمله. رقم صغير مقارنة بالعشرة واستاتاشر. بس هو يعني موجود. فنبدأ نعمل ايه? نقول هو ماينورتي. هو الاقلية. واذا قارنناه بالالكترونات فهو اقلية. يبقى عندي هنا الكترونز. ماجورتي. ماجورتي. وعندي هولز ماينورتي. اقلية. فنعمل ايه بقى في الرسمة؟ ممكن توم داخل كده. توم عامل لي كده. اهو. هاتلي هول من اللي هناك. حطها. لا اخدها كوبي. اهي. حطها لي هنا. هاتهولت. تانية. ارميها لي فوق مسلا هنا. وكفية قوي. طيب واحد يقول لي خلاص جبت الاتنين هولز دول هتحطوهم بقى ايه? حطوهم مكان الكترون. طبعا تكامل شاهم. حطوهم مكان الكترون ليه? دي ذرة فوسفرس. ملهاش دعب موضوع معها الالكترون بتاعها. بس ده ده مرش ايه ده بموضوع. اما الهولز جات منين? ما جاتش من الفوسفرس. قلنا الفوسفرس يا ابني. الالكترون الخامس لو مشي. اللي سابوا مكانه مش هول. لان ده مش مكان فوضي. ما حدش يقدر يقعد فيه. صعب قوي. فقلنا ده مش هول. لكن دي دول جايين بالسيليكون. فاحنا مش رسمين زرات سيليكون. فبنعملهم في النص كده بنرمون في اي حتة وخلاص. يعني هولز وخلاص. اتواجدوا وخلاص. من السيليكون. حطوهم فين خطوهم مشعبين كده في اي حد. عايزين يبعدهم عشان ما يجدكش اي ظن ان هما تبع حد. هما في الهواء. كلنا في الهواء سوا. فعندي هنا الكترونات كتيرة جدا وهولز قليلة. ده بنسميها لان طيب. نحن التانية العكس. عندي هولز كتير قوي. بس هل ده يعني انها فيش الكترونات. ده لو ما فيش الكترونات يا فيش. ما فيش طيار. طولي يا بانس انت قلتلي ان الهولز بتتحرك يا ابني غلط. الهولز ملهاش وجود من غير الالكترونات. لازم في الالكترونات. هتتنطط خلال الهولز دي. هي تتحرك مين? اكني المكان الفاضي بتتحرك شمال. ده اللي احنا قلناها خمسين مرة حتى الان. فيبقى لازم فيه في الالكترو نزلناها تانية بس اقلية. عددهم قلاجي جاي من اين? من كسر روابط السيليكون عند درجة حرارة الغرفة. فتم اخدلي الالكترونات من هنا. خد لي مثلا ادي واحد. وارميه هناك. احط مكان هول. يبن ملوش دعوة. ده جاي من الميه فوق. عشان يبين ان هو اقلية يعني. احطه كده هوا. مسلا. يبقى السؤال يمينك ان طيب الكترونات اغلبية مجورتي واقلية هولز. هنا العكس هولز في البيه طيب هي الاغلبية. والالكترونات قليلة خالص هي اللي بتتنقل خلال الهولز. وبتخلي الهولز هي. طيب اكنها طيار. اكنها. هي اللي مديها فكرة الطيارية اصلا. طيب كده كلام جميل اوي. اما يحصل بقى? حسنك سوية. الاول حاجة اما تفتح المشه ده مش بكرك بحاجة اه. هنا فيه الكترونات كتيرة جدا. فهي موجودة في مكان الكترونات مليانة مع بعضها كتيرة جدا. مزدحمة. وهنا مفيش الكترونات خالص. طيب وهنا فيه هولز كتيرة قوي. وهنا فيه هولز اللي اولاجه خالص. فيحصل دي ايه? ديفيوجن. يبدأ الكترونات تنتقل من هنا الهنا. ويبدأ الهولز تنتقل من هنا الهنا. واحد يقول لي يعني ايه هولز تنتقل? ايوه. السؤال ده كده. يعني نفس العملية. ايوه جدعا بالضبط. عفكة الديفيوجن اللي بيحصل في المشهد ده. هو نفس الديفيوجن. ايجي عملية واحدة. الكترونات بتمشي تسيب مكانها اللي هي موجودة فيه الكتير. وتروح المكان القلاج اللي هناك. حلو? ولما هتسيب مكانها هتملأ اماكن هنا. وهنا هيتكون ايه? اماكن فاضية. يبقى كن الهولز اتنقلت. شفت الموضوع بيحصل simultaneously. in the same time. في ايه اللي بيحصل? هتلاقي اني واحد يقول لي استنى. تمشي قلتي المكان ده سالب. فالالكترونات ما بتحبش تروحه. ايوه. عشان كده اسمع بس استنى دي قتين وهتعرف المعلومة. ان الموضوع ده مش هيستمر للأبد. ده اول ما يبدأ يعني اللي هيقدر يعمل كده هو مين? ده بقى نحتاج تكون فاكر معلومات قايمة جدا. قلناها في الشرح اللي فات. ان الالكترونات اللي هنا كل الالكترون خامس. وكل الالكترونات عموما اللي موجودة في اي سولد. مش نفس المستوى من الطاقة. فيه انشط من غيره. يعني ممكن يكون ده انشط من ده. ممكن ده انشط من ده. ممكن فيه فيه قصة طويلة. وفيه الكترونية كتيرة جدا. موجود بتوع السيريكون نفسهم عاملين باند اسمها باند. باند انرجي دياجرام. كان عبارة عن باند اف انرجي. انرجي باند يعني نطاق من الطاقة. فاللي اعلى منهم في الطاقة واللي يمتلك الطاقة الكافية ان ينتقل للنحية التانية هو اللي هينتقل. لحد ما نوصل ان ايه? ان كل اللي هنا لم يعد لديهم القدرة على الانتقال. فهتتوقف العملية. ونفس الكلام الناحية التانية. ما احنا قولنا نحية التانية ما لاشتازمة بقى. ما هي انتقال الهولز اصلا. مالوش معنى الا ايه بانتقال الالكترونات اللي هنا. فأهمل الفكرة ايه? طيب فخلاصة القول ان انت هنا عندك. زي ما قلنا بنحب نتكلم دايما عن الالكترونز لان ده الادق. الالكترونز هي اللي بتحرك فكك من الهولز. الهولز لو كنا عندناها عدفكة برضو صح. فيش اي مشكلة. بس مش ادق شي. زي ما قلتلك. حركة الهولز في الاتجاه ده مش حركة واقعية. هي الالكترونات بتتحرك في الاتجاه ده. ده اللي يهمنا. الالكترونات بتنتقل من هنا وتروح الناحية التانية. طب ومش بعض هذي الالكترونات جاية من السيليكون يعني حركتها تساوي. نشئت هولز. عشان كده بقى. بنقول ان اقلني الهولز انتقلت لهنا. لكن احنا قلنا الالكترون الخامس ده لما بيمشي ويسيب مكانه ما بيتكونش هول ولا حاجة. فالموضوع ككل ما لا تفكرش فيه بالطريقة دي. فكر بقى ببساطة جديدة خالص. عندي الالكترونات هنا ازياد من الالكترونات الناحية التانية. فهيحصليه? هينتقل في الاتجاه ده. وكمان حاجة تانية اوعى تنساها. ان الالكترون ده لما بيجي ينتقل. عارف ان ليه مكان فاضي يقدر يقعد فيه هناك. في هول هنا. صح كده هو? ايه اوعى تتخيل المشهد ده? على انه هو حاجة سالبة. لا. هو المربع اللي انا محواطه ده ده مش سالب ولا موجة. ده نيوترل. ليه? لان هو هيبقى سالب لما انت تاخد منه الهول او تملى الهول. لما تتاخد الالكترون من هنا توديه ليه هناك وتملى الهول الفاضي دي في البورون. هيبقى اصبح مكتسب الالكترون هيصبح ساعتها نيجات. لكنك خدت منه الهول بتاعته. لكنك اعادت فيها لشتها. فاللي هيحصل ايه بيختصار شديد? هيبدأ اول حاجة خالص. الاعلى في الطاقة والاقرب للمنطقة دي على فكرة. الاقرب هنا هم دول الاعلى في الطاقة لان هم متواجدين هنا اقرب منه يعني. حلو هم اللي هيبدأوا ينتقلوا ويعبروا الحاجز ده. فيش حاجز ديسا هيقول. فيش حاجز تكون. في اللحظة ان انا مصور فيها المشهد ده. فيش اي حاجز تكون. الحاجز هيتكون انت لما يدخل الالكتريك فيلد. لان الالكتريك فيلد يساوي موجب وسالب موجودين. يعني يساوي. يعني يساوي. يعني يساوي حاجز. حاجز. يا ابني ايه واحد انسى ان الفولتج ده او البوتنشال ما هو الا طاقة. شوف انا كام مرة اقولها لان اشان نسبتها في دماغك. طاقة لكل شحنات. يعني طاقة. فلما اقولك ان انا هنا في فرق جهد. يعني اللي موجود هنا. جهده. غير اللي موجود هنا. يبقى عشان يوصل للي هنا محتاج جهده ايه? محتاج طاقته تعلى. محتاج يمتلك طاقة كافية ان يمر يعبر الحاجز ده. عشان يبقى ان هو يعني وجود فرق في الطاقة. فخلينا نشوف ده تانية عن ده ازاي? او بالحاجة خالص هتلاقي الالكترون ده. انت طبعا او ممتدة لو هي عند صفر كيلفن مش هحصل اي حاجز. ولا الهواء. تلاقي ثبتة في حالك ده وكل واحد في حاله. وبتبهيف يعني بشكل ضعيف جدا. مفيش اي حاجة تقريبا. انت بتشغيل عند حرارة الغرفة. تلتميت كيلفن. ده رقم بالنسبة لك انت قليل لان جلدك مستحمله. لكن بالنسبة للسيليكون المرضوه ده محلو يعني. تلتميت كيلفن كافية لكسر عشرة قصة عشرة رابطة من السيليكون. ما بالك بقى السيليكون بينكسر بصعوبة. ما بالك هتعمل ايه في الالكترونات دي? هتبقى كلها تقريبا اتحررت. هيبدأ حابة منهم ينتقلوا. يعني دول كلهم ده محررين. جاهزين ينتقلوا. طيب ايه اللي هيحصل? اتلاقي اول واحد ده. قفز وقعد هنا. بعدين ده قفز وقعد هنا. وده قفز وقعد هنا. عاديك تقول لي ايه اللي هيتكون حالا. الكترونات سابت اماكنها. فلا هيتسيبوا مكانها هنا هيبقى ايه? هيبقى مهوجة بكله. بقى بوزيتف ايون. لاني اتطرد منه الكترون. اتسحب منه الالكترون بقى بوزيتف ايون. طب وهناك لما الالكترون يحصل يملى الهول. هايلة شي هيحصل. ري كوم بي نيشن. صح كده هو اللي احنا شرحناه الدرس اللي قبل اللي قبل من 13 درس فاتوا تقريبا. هايلة الري كوم بي نيشن هيلاشي الهول هيحصلوا مع بعضهم ري كوم بي نيشن فيتكنسلوا الاتنين مع بعض. اللي هيتفضل من هنا. الالكترون راح اكتسبته هناك اللي هي البورون. اصبح ايه? اصبح نيجاتف ايون. فهتلاقي المشهد ان دول كلهم هيروحوا مع بعض. ودايما الحتة اللي في النص دي اللي بيحصل فيها عمية الري كومبنيشن. خلي بالك. وهتفضل تحصل بشكل مستمر. ده انا لسه هتكلمك في الحاجات دي. اللي حصل لقتي حالا. اتكون هنا حبة موجب. وحبة هنا سالب. هبه هتبدأ الاكشن بقى. يبدأ القصة الجميلة بتاعتنا. ان هيبدأ يخل ما بينهم الالكترون كان معديه. والهول كان معديه كانون نيوترل. الالكترون ساب دي فبقت بوزوتيف وراحل دي بقت نيجاتف. فبقى ايه? بقى فيه الالكترون. فتهمي الفكرة ايه? طيب? يجي الالكترون اللي وراها عايز يكرر اللي عمله الالكترون اللي قبله. يجي يعبر. فيبدأ ماشي ماشي بيتجول بيتجول بيتجول. خلينا امسكه كده اقفشه واحركه معك. اهو. يجي يتحرك عمالي يطلع وينزل يطلع. لا الموجب ده بيشده فاما اشدده ومعاك كمان. خلي بالك. استنى. اهو. كالكترون اهو عمالي يتحرك فكان الموجب ده الدنيا تمام. اول ما بدأ يخش 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 يخش. لا فيه حاجة قوية جدا في وشه. حائط سد مش عارف يتخطاه. كل ما يقرب يوم مرجعه. كل ما يقرب يوم مرجعه. فاللي يحصل. هيفضل محشور في المنطقة دي. ليه? لان فيه باريار هنا. فيه مكاء حاجزة خلق. طيب السؤال. عارف ليه تاني? بطريقة بقى يعني بالقواعد اللي احنا قلناها. لانه بيحاول يمشي مع الالكترنات بتمشي عكس الالكترنات. ممكن تفهم ان هو كل ما يروح يلاقي فوشه حيطة صد من السوالب. او كل ما يطلع قدام يلاقي الموجب بيشده وراء. اعمالي شده. كل ما يروح يوم الموجب مرجعه. كل ما يروح يروح يوم الموجب مرجعه. ما يلحقش يعدي. طيب ايه النتيجة النهائية اللي هنوصل لها? خلي الالكترون ده مكانه بقى. اني لما تكونت البوزتيف ايونز اللي هي سابتها بتحركش دي. دي بوزتيف ايونز. والنيجاتف ايونز اتخلقت منطقة. بوز بقى المشهد. الالكترونات لا تستطيع ان تعبرها الا بمصدر خارجي. لازم انا اديها طاقة كافية اني تعبر المنطقة دي. يعني السؤال هل الالكترون ده لا يمكن اني يتخطى. خلينا نجيب قلم. هل ما يقدرش اني يتخطى ويروح الناحى التانية? يقدر. بس امتى? لما تديله القدر الكافي من الطاقة. وهو هنا في مكانه ده معاه طاقة عشان يروح هناك هيبقى الدنيا زحمة اول اني هيقعد معها هيحتاج يعبر نيجاتيف ايونز. نيجاتيف ايونز يعني الكترونات زايدة. ايه وقت انسى دي? فمحتاج عشان يعبرها يبقى عنده مثلا طاقة عشرين عشان هو يبقى هناك يحتاج طاقة عشرين. محتاج ان اديله كان بقى الفرق من الاتنين. اديله عشرة عشان يعبر العبور اللي هيحصل ده. في امتى الفكرة ايه? ده بنسميه البوتنشال باريار. واللي في نص ده اسمه ايه بقى? فرق جهد. ينهارك ابيض. اعمل نشرح هي الدروس اللي فاتت. ده نقطة. ودي نقطة. مختلفين عن بعض في الجهد. نشأ بينهم الكتريك فيل. علاقتهم وبعض ايه? قالك المنطقة دي اولا. اصبحت منطقة مفرغة من الايه? من اللي تشارج كارييرز. ما فيهاش حد بيتحرك. من الموبينج من موبايل كارييرز. او الموبيل كارييرز او الموبيل كارييرز. ديها تلات طرق في النقطة. اذا انا احدده حالا ده. منطقة ايه? اصبحت المنطقة دي مفرغة. قاحلة. ما فيهاش حد بيتحرك. تخلي بالك. او على الاقل اللي بيتحرك ما بيثبتش فيها. لو ممكن تلاقي واحد كل ثلاث سنين كده بيتنقل وينطط على طول. او العكس. لكن مش هتلاقي ايه? مش هتلاقي حركة كبيرة فيها. تلاقي المنطقة دي مليانة اسمها ايه? فكسد ايونز وفقط. وموجود فيها مجال كهرابي. عايزة تدخيل مجال الكهرابي عامل زي الزحليقة. زحليقة. زحليقة عاملة ازاي? عاملة كده. اهو. لو جيت تطلع انت الزحليقة بالعكس. تقدر تطلع? صعبة قوي. محتاج ايه? محتاج دفعة قوية. وحد يوم ضربك شلوت كده كامل. طب لو حد من فوقه عايز ينزل. يقدر ينزل بسهولة. لو شرط ان هو نفس الشخص يعني. فهمي الفكرة ايه? عشان يبقى نفس الاتشورج. نفس الكلام هنا بالزبط. الالكترون ما يقدرش يطلع الزحليقة اللي بالعكس دي. الا لو خد دفعة قوية تطلعه الزحليقة. طب السؤال. لو فيه الالكترون هناك. يقدر يعمل ايه? ينزل الزحليقة بسهولة. يعني السؤال عارف الالكتريك فيل ده هيبقى دوره ايه? هيشد كل الكارييرز اللي هنا اللي هي ماينوريتي. مش فيه الالكترون زي هناك ايه? واحد اتنين. قليلين اه بس موجودين. هيتشدوا ويتسحبوا الناحية دي. واول ما يقربوا من الالكتريك فيل ده هيقول لهم مرحبا بكم. اقوم شددهم وجارفهم. عشان كيف نسميها ايه? دريفت كارنت. تعالوا بقى نرجع المعلومات اللي قلناها حتى الان. الطيار اللي بدأ اول طيار خالص اللي هو كان هنا واتنقل الناحية التانية. اتنقل نتيجة ايه? نتيجة ايه? الديفيوجن. فبنسميه دفيوجن كارنت. طيب والناحية اللي عكسه لان فيه الكترونات ايه? لما الالكتريك فيل هتلاقي اتجاه الطيار بتاعي الديفيوجن اللي بدأ في الاول خالص كان في الاتجاه ده. طيب واسمه ايه? طيار دفيوجن. فنسميه. جي. طيار. خليها جي. على فكرة ممكن تسميها اي. فوقك يعني احنا مش عادين نكتب قوانين خالص. فقوانين خدناها زمان. ارجع للفيديوهات اللي في الوصف. اي. وديفيوجن. فنعمل كده. ديف. دفيوجن. مين اللي بيديفيوز? الكترونات ولا هولز? قلنا انا عن نفسها بحبش اشتغل بالهولز. سيك من هذا الوقتي. هي وجهة اخر للالكترونات. خلينا نشتغل بالالكترونات. ده للفهم يعني الهولز محتاجينها قوانين. بس مش وقته. الالكترونات كافية. محتاجين نفهم بيها بس. اي دفيوجن بتاع الكتروز. فنعمل فاصلة كده ونعمل الكتروز. صح كده. الكترونات بتديفيوز من المكان الاعلى فيه المكان الاقل. جميل. اول ما اتعملت اتكون ايونز موجب. وفيكس عمله الاكتريك فيلد. الاكتريك فيلد اول ما لقى حاجة يقدر يسحبها ام سحبها كلها. فتلاقي الاكترون زي قمت مسحوبة في الاتجاه ده. اول ما اتقرب هتمشي عكس اتجاه المجال. يعني هتتشد نحية الموجب اللي هنا. انها اصلا قاعدة في مكان مليان سوالي. فهي مخرومة من عشيتها. فهتقوم ايه منطورة نحية الموجب وتتسحب. وتقوم ماشية. ولو فيه سلك هتقوم مكملة في سلك ورجعة. خلي بالك يعني. دي دايرة مغلقة. فقلنا ان اتجاه الاتجاه. الدريفت بقى اللي حصل ده. الانجراف. نتيجة الاكتريك فيلد. في اتجاه ازاي. اتجاه كده. فبنعمله ازاي هتصه هتساهم. ويعمل عكسه بالزبط اهو. وسميه اي دريفت. دريفت شرطة الالكترون. تقدر تقول لي التوتال الكرنت طالال الالكترون زي بقى دي ايه. يعني السؤال. الطيار بقى اللي بيعدي. المجمل قدي ايه. الدريفت ناقص الدريفت ناقص الدريفت. كبير ناقص صغير. فبقى التوتال كرنت. اي توت بتاعة الالكترون عبارة عن I Diffusion للالكترون ناقص I Diffusion للالكترون وده يعني مش عايز تطور في القوانين خالص. ده أبسط حاجة ممكنة. حابة كتر قوي بيجو كده وحابة قولنين قوي بيعدوا ناحية تانية. فهم الفكرة ايه؟ طيب. خلينا بقى نضيع ده عشان او خليها نحتاجة كمان شوية والله. بس هقولها لك تانية ساعتها. تشيلهم تلقتي. تشيل كل ده. اللي وصلنا له ان فيه عم الطيار. وفي الالكتروناب يحصلوا زي ما شرحت لك حالا. طيب السؤال. لو حبنا نطبق الموضوع بالتجوز هنعمل مجاز كده. ونتكلم على الهولز. طيب ما الهولز نفس الفكرة. مش الهولز هنا كتير قوي. هنتكلم عليها كأنها بارتكلز. وكأنها بارتكلز. خلاص كده. مش محتاجة أشرح لك بقى ان هي الالكتروناب تتكلم مكانها. وتسيب مكان فاضي. فاكني المكان الفاضي تنقل. مش هقول كل ده تاني خلاص. الهولز هي. وهنا فيه هولز أقل. فهتنتقل مكان الأعلى للأقل. يبقى اتجاه طيار الديفيوجن. بتاع الهولز. اتجاهه ايه؟ اتجاهه كده. بالديفيوز في الاتجاه ده. ادي. ده اي. انا مش عاجبني الخط المقرب ده. ممكن نعمل كده. نكتب اي. ديفيوجن. فاصلة. بتاع ايه؟ بتاع الهولز. ادي اول. طيار طبع الهولز. جميل. ممكن انهم قايلين ايه؟ لو انا قلتلك بقى فيه اول ما حصلت وتكونة اللي في النص دي. اللي هي المنطقة الفاضية اللي في النص. فاتخلق مجال الكهرابي. مجال الكهرابي ده هيعمل ايه بقى؟ هيمشي الهولز في نفس اتجاهه. طيب هو بيزوء كده. هل دي يقدر يمشيها؟ ما هي مشي بالفعل هيمشي. انت عايز دي تيجي ازاي؟ عايزة تيجي كده؟ ده كده عكس اتجاهها. واحنا قلنا الهولز او الحاجات المجابة بتمشي مع اتجاه الالكتر كفيل. فما تقدرش تعبر الناحة التانية. هي عبرت بالإيه؟ بالديفيوجن وبعدها تكون البارير. ما تقدرش تعديه بقى خلاص. فمين يقدر يعديه؟ مين اللي يقدر يمشي مع الالكتر كفيل؟ اللي في النحة التانية. الهولز دي. اول ما تيجي هتلاقي نفسك ايه؟ هتلاقي نفسك ماشي مع اتجاه المجال الكهرابي. اللي شرحت لك بقى كده انده الدرس اللي فات. فهتقوم مسحوب على طول منجرف. عشان تروح للموجب اللي هنا. عايز تنجرف وبيشدوك. فهتقوم منجرف الناحة التانية. ده من سميه طيار الدريفت. الانجراف. كنتم بسميه كده دايما زمان. الانجراف. اتجاهه من اليميد للشمال. فهتلاقي الساعة عامل كده. اهو. اي. لا خلينا نجيب بقى الكتابة. عشان نخلص اهي. اي. اي. فيها بتاع миه الض欲. اي妳 هفتقها قاطع التوطل بتاع ال neh Honds ثانية. اي. اي. احبSen اي دي Поطير. احبت ont وليلين. احبت الفرق بينهم أينه كدهarna. ايها بطير. في عمين من الطيار. قام بأطيرك. وده خلاصة القاعدة يعني خلاصة القصة كلها. اللي حد هنا اتفهمت عندك. بس السؤال. إيه اللي احنا اخترناها الآن؟ تعال بقى وريك. احنا اخترنانا حاجة عظيمة جدا. لسه مكتملتش. اللي احنا عملنا ايه؟ حاجة مع الوقت بتتوقف بينقر بيحصل فيها نقل طيار. بس مع الوقت بتتوقف. التوقف ده بقى المنطقة اللي اتخلقت في النص دي. اللي هي من اول هنا. الحياة دي هنا بنسميها المنطقة القاحلة. عرضها بنسميه W. ده العرض بتاعها. المنطقة القاحلة دي بن ليشن. ديب ليشن. ريجن. انا عايز انقل المكان ده كله وانزل بي تحت. عشان ايه؟ نسيب الكتابة دي وما انبوزهاش. خدهم كده. وانزل تحت. وخلينا نلعب بقى براحتنا. فالمكان اللي اتخلق في النص ده اسمه ايه؟ اهو المكان ده. اسمه ديب ليشن. اهو. ريجن. بيسموها في الكتب المراجعة العربية. بيسموها المنطقة القاحلة. او اللي فيها ايه؟ ليه المنطقة القاحلة او المنطقة المفرغة؟ ديبليشن. ديبليتد. فارغة. فارغة من مين؟ من الاتشارج كارييرز. مفاش. مفاش الكترونز ولا هولز. المنطقة دي فاضية خلص. كلها فيكسد ايونز. هل دي معنا لو جدت وقفت الكاميرا. عند اي لحظة مشنلقي جوه هنا تشارج كارييرز؟ لا في. بس بيحصل لهم ايه؟ ريكمبينيشن. او بيعبروا بسرعة جدا. فما تقدرش تقول ان هما بيسكونوا في المنطقة دي. فيش حد فيش تشارج كاريير ساكنة هنا. المكان ده كله ساكن فيه فقط فيكسد ايونز. عاملة مع بعضها. ايه الكتريك فيلد. هو المسؤول عن الدريفت كارنت اللي حصل للمينورتي. ده بنساميه دريفت اوف مينورتي. الدريفت اللي حصل فوقه عبارة عن ايه؟ انت سحبت الالكترونات دي. كده. عكس التجاه الالكتريك فيلد. باستخدام الالكتريك فيلد. هي نوعها ايه؟ ماينورتي. فبنساميه دريفت اوف مينورتي. طيب. وسحبت الهولز دي. كده بالالكتريك فيلد. عشان تبقى ما شفت نفس التجاه الالكتريك فيلد. هو اتسحبت عن طريقه. فده ساميناه دريفت بس اوف اوف مينورتي برضه. فالدريفت دايما بيقال المينورتي. فاهم الفكرة ايه؟ لكن الدفيوجن للمجورتي. المجورتي هنا اغلبية. اهي. الكترونات كتيرة جدا. فنزلت راحت عند المكان اللي فيه الكترونات قوليه لا. فده بنسميه دفيوجن اوف مجورتي. هي الاغلبية هنا الكترونات. هي دي اللي حصلها دفيوجن. عش اللي بيحصل جواها. هعرفك كمان شوي. عشان افهمك يعني ايه ثيرمال اكوليبري. هم دي قصة هتيجي كمان شوي. ومن دي منطقة مفرغة. ما فيهش غير. فكسة ايونز. فكسة ايونز. عامل الكتريك فيلد. هو اللي مسؤول عن حركة الايه؟ عامل دريفت اوف مينورتي. جميل جدا. وكمان مسؤول عن حاجة تانية. ان هو يعمل بوتينشال ديفرنس. يعمل حاجز. يعمل بوتينشال باريير. انا بحب اسميه كده بقى. تعرفت اسمها خلاص. ام يعني حاجز من حاجز جهد. بنساميه في بي. في بي يعني ايه؟ او في بي آي. هلو ساميه زي ما تحب بي وخلاص. في بي يعني منطقة في النص في فرق في الجهدها بينها. عشان حد من هنا يقدر يكمل عبور محتاج يتجاوز الحاجز ده. يتجاوز الجهد الموجود في المنطقة دي. فهي موضوع صعب بالنسبة لك. مش دي موجبة يبقى قط بموجب. دي سالبة يبقى ده قط بسالب. لكنك عندك بطارية في الاتجاه ده. وعشان تعدي الطيارة عكسها. محتاج تعم البطارية. في همت الموضوع دي نعمله ازاي؟ يحتاجين طاقتنا تعلق. زيادة في فرق في الجهد يعني ان الطاقة اللي هنا. الطاقة اللي هنا. اقلم الطاقة اللي هنا. فمحتاج عشان تعدي تزود طاقتك. مين بقي زود الطاقتي؟ اول حاجة نفكر فيها على طول. امسا حشان في حاجة نقصة تقريبا. فيه ضلع نقص من فوق. عشان راجل مثالي للأسف يعني. عندي دائل مثالية. فمحتاج انت ايه عشان تقدر تعديها محتاج مصدر خارجي. هتقوم وسط البطارية. والبطارية دي اللي هتلعب معك بقى. تده تخليك تكتسب الطاقة الكافية كالكترونات انك تتنطط هنا. او تكتسب الطاقة الكافية كهولز انك تنطط كده. او هنشوف هنعمل ايه. ده من ساميه عامية البايسينج. بايسينج التحيز. انك توصل البطارية تحت كده دي من ساميها بايسينج. بايسينج. واللي هنوعين. فورورد ورفيرس. هنعرفهم كمان شوية. وده بداية الشغلة اصلا. كل اللي احنا عملنا ده. ملوش ايه تطبيق. يعني انت عملت حاجة. و اول ما تكونت المنطقة في النص دي. اي حد كان ناوي يكمل. مش ايه اعرف يكمل. فبالتاني فيش طاير الكهربية. انا استفدت ايه كده. ده مش مش وان وي كارنت. او الا وان وي كوندكتور. ده زير وي كوندكتور. مفيش طاير اصلا. فالطاير توقف بعد مدة. وتخلق في النص حاجز جهد. وحاجز الجهد ده على فكرة ليه قيمة. نقدر نحسبها. القيمة دي في السيليكون بتكون سبعة من عشرة. وفي الجيرمانيوم بتكون ثلاثة من عشرة. يعني حسب نوع المادة انت مستخدمة هنا. كاي? كحشوة. كسيليكون. كسيمي كوندكتور. لو السيليكون هيب سبعة من عشرة. ولو جيرمانيوم هيبقى ثلاثة من عشرة. يعني في السيليكون لما بيتكون في النص دي. عشان تخلي الكترون يعبرها ويتخطها ويطلع الناحة التانية ويكمل في السيلك اللي برا. ويرجع ويعبرها ويتخطها وينضع. محتاجة تبزل عليه ايه? تدي له بطارية من برا. قوتها الدفعة الكهربية. كم؟ سبعة من عشرة فولت على الاقل. او اكتر بقى وانت طالع. فهمل الفكرة ايه? طيب. لحد هنا كلام جميل جدا. خلينا ننزل. طيب دلوقتي انا عايزة اكلمك عن الطاقة. واحنا خلصناه حتى الان شوية ذرات. وبنشوف الالكترون بتنتقل ازاي? والهولز بتتكون ازاي? والدبريشن ريجون تتكونت ازاي? كل الكلام ده حلو قوي. بس ده ايه? اسمه البوند موديل. اوف بي انجونكشن. عايزين ناخد الباند موديل. نتكلم عالطاقة بقى. نتكلم بلغة الطاقة. على فكرة لو فهمت اللي فات. اللي جاي كله مج برد كيرفات. انت بتعلم ازاي تحول ده الكيرف. مش اكتر. وحتى الكيرفات مش هدالك بتفاصيل عشان ما ما توهكش. فاهم الفكرة ايه? فاللي احنا عارفه ببساطة جديدة. ان انت لما خلقت ديبليشن جيد دي في النص هي مش صف واحد من الموجة. ممكن تبقى صفين. ممكن تلاتة. ممكن هنا اتنين. ممكن تلاتة. مهم ان فيها عدد من هنا. وعلى فكرة بيكون قدل عدد من هنا حد تاني. لان كل واحد من هنا خدنا منه الكترون. كوننا بوزلتف ايون. هيروح هناك ي يكتسبوا فيتكون. يكنسلها فيعمل معها. فيتكون نيجاتيف ايون. يبقى عدد البوزتف اللي هنا. قد عدد النيجاتيف اللي هنا بالزبط. بس توزيعهم ممكن يختلف. ممكن تلاقي دول متوزعين مثلا كده. مسلا. هم ستة موجة بمسلا. اهو. ستة موجة. اني حد تاني ممكن تلاقي الستة السالبة عاملين كده. اهو. ومتعرفش كل واحدة ممكن تتوزع بشكل مختلف. ففيه لده. وفيه لده. وده الساعة الموجة. وده السالبة. فكل واحدة فيهم ليها ايه توزيعة ليها توزيعة نسبة توزيعة كم كولوم لكل كم يونت من الاريال اللي احنا فيها او من الفوليوم اللي احنا فيه في القطعة تحت البي ان جونكشن دي فليه حاجة اسمها الرو الرو هي دي التوزيعة ايه دي الشارج كونسنتريشن اللي ادخدناها في معدد ماكسول فقلنا ماكسول بيه نص على القاتي ان الالكتريك فيد اللي نشأ في النص ده تغيره مع الاكس بيساوي رو على ابسلون شرح المعادلة دي بالضبط هي في كورس اول فيديو او تاني فيديو في كورس الالكتريك فيديو هنشرح ماكسول الاكويشنز و هنعيش فيها بص يلاوي هيحصل فيها حاجة كتير قوية ان شاء الله فاعمل ايه كامل الطرفين اطلع الايه ترمى ده قيمة ثابتة وده رقم ثابت اصلا في بدا كله ثابت يبقى التكامل بتاع حاجة لما التكامل بتاع حاجة ثابتها هيبقى ايه اضربها في اكس طبعا الاكس هنا هيبقى حسب بقى الليمتس اللي انت بتشتغل بها انا ممكن يكون شغال من صفر لحد اكس وممكن من سالب اكس لحد صفر وممكن من قيمة وعينة لحد اكس حوراك كتير قوي انا مش هيهميني كل ده انا هيهميني ان الاي الاي لينير هتطلع خط مستقيم وخلاص ده يضرب حاجة فيها اكسات اكس بور ون فالاي طلع لينير صح كده طب لما الاي كون لينير مش ال في تكامل للاي ده اللي احنا قلنا الدرس اللي فات بقى وعدنا فيه ساعة حل فالفيتا كامل ايه تكامل حاجة لينير تطلع لك سكوير تطلع بارابوليك سكوير يعني حاجة فيها ايه بارابولا برا بوليك برا بوليك حل فده اللي انا عايزك توصله اني بارابوليك بارابوليك شكلها ايه بقى انت عندك هنا جزء موجب وجزء سالب فهتلاقي دايما الخطوط كل حاجة متقسمة لتو ريجنز هتلاقي اللينير ده عامل بالشكل ده هتلاقي عندك محور من غير ما نخش في تفاصيل الرسم بقى وهتلاقي منظر ان الالكتري فيلد بيزيد في الاتجاه السالب بعدين يعلى في الاتجاه المعاكس ليه يقعد يقل في الاتجاه المعاكس ليه طبعا ده كله بس عشان الاتجاه هنا في الالكتري فيلد يعبر انت بتشير من موجب للسالب ولا من السالب للموجب ليس الا حرفية طب ده لما نعمله التكامل هيطلع المنظر عامل ازاي هتلاقي ان الشكل النهائي بتاعك طو باربولة لازئين في بعض ده اللي عايزك توصله طو باربولة لازئين في بعض حتى انا جاي بالرسم هينا اه طبعا كان سلتها باجي بهاي لك المهم يعني هتلاقي الشكل النهائي ان الكيرف بقى عامل ازاي؟ بقى عامل كده هذه باربولة والباربولة التانية فوق ده نص باربولة وده نص باربولة وتلاقي واحد تانية في كل كيرف بقى لو دهه Conduction Band هتلاقي biological band اللين MILK نفطرد جدعانة. أن الالكتريك فيلل في النص هنا قيمة ثابتة. أبروكسيميته أنه قيمة ثابتة. لأنه فرق ما بينه فعلاً قليل. يعني الـ total difference مش يبقى كبير. فإن فيك ده حاجة linear. ونبدأ نعمله approximation. نفطرد أنه ثابت. لو الميل بتاعه لايه للقصة كده كبيرة. فبنفطرد أنه قيمة ثابتة. لو قيمة ثابتة يبقى التكامل بتاعه إيه؟ هيبقى ساعتها. لو فرضنا أن الـ E constant. ساعتها الـ V هتبقى linear. فساعتها ده بنستخدمه للتبسيط. فبنقولك ساعتها أن الـ voltage barrier هيبقى الـ electric field القيمة ثابتة. وساعتها هيبقى الـ voltage barrier عبارة عن حاجة linear. فنعمله من غير حتى كير. فنعمله بالمنظر ده. إن هنا ده الـ level بتاع الـ conduction. ده الـ level بتاع الـ conduction التاني اللي في الـ B type. وفي النص فيه مصعد. فيه منطقة محتاج تتخطاها عشان تصل للمنطقة الأخرى. لو أنت إلكترون موجود هنا محتاج تكتسب القيمة دي عشان تطلع تقف المنطقة التانية. وده دائما بنستخدم موضل ده للتبسيط. من غير ما نخش في تفاصيل يعني. هنتكلم على ده كمان شوية صغارين. طيب ده كلام جميل قوي. اطلع بقى فوق. إحنا قلنا. الإلكترون الموجود هنا. طاقته أقل من لما يتنقل هناك. والدليل إنه مش قادر يعدي. كل ما يجي عدي يلاقي دول بيصدوه. معنى إنه أنت محتاج. طاقة عشان تتغلب على التعدية. وتخشين ناحة تانية. يبقى لما تخشين ناحة التانية. الطاقة لا تفنى يا ابن أنا. فأنا إلي عشان أعديك. لو أديتك طاقة زيادة. هتروح للناحة تانية معك الطاقة الزيادة دي. نخلص من ذلك إليه أن الطاقة في المنطقة». أعلى من الطاقة في المنطقة هنا. بالنسبة لمين بالنسبة لكل هو. بالنسبة لك shocked. الطاقة هنا أقل من هناك. فبالتاني ده محتاج تكتسب طاقة عشان تقعف تعدي وبالنسبة ليك كإيه كVelence Band الأماكن الفاضية اللي هنا عشان تقعد فيها محتاج طاقة أقل من الأماكن الفاضية اللي هناك عشان تروحها وتقعد فيها منطقة جدا عشان روح وقعد هناك الأماكن الفاضية اللي هناك دي احتاج طاقة أعلى عشان قدر أروحها وقعد فيها فقلنا أن الVelence Band والConduction Band بتوع الB Type أعلى في القيمة في الالكترون فولت في قيمة الطاقة نفسها من الـ Conduction Band والـ Vellens Band بتوع الـ N. هذا خلاص القول. وعلى فكرة، اللي أنا قلت لهذا كلام مش أدق شيء. السبب على فكرة في حقيقة الأمر يرجع لطبيعة المادة الـ N طبيعة المادة اللي أنت حاطتها عشان تعمي بها الـ N والمادة اللي أنت حاطتها هنا. الـ Try-Vellent والـ Vellent ده قلناها زمان بس مش عايزين نطول فيه. ده يحتاج كميا في الموضوع. وأنا مش فاضل أشرح ده لأني أخي مرة شرحته قعدنا ساعتين. حل؟ لما قلنا ساعتها إيه؟ أنت مادة عندها خمسة في الغلاف الخارجي. اثنين، تمانية، خمسة، زي الإيه؟ زي الفوسفرس. حل؟ ومادة تانية زي البورون، عندها اثنين، ثلاثة، عندها ثلاثة فقط في المستوى الخارجي. قلنا كل ما العدد يزيد، أنت بتقرب ناحية الـ Stability، ناحية الاستقرار، أنت بترتبط أكتر، بترتبط أكتر، بترتبط أكتر، بترتبط أكتر بالنواة، فيصبح طقتك أقل، فطقت الإكترات الخامسة دول، طقتهم أقل من طقت الثلاثة دول، الثلاثة دول طقتهم إيه؟ طقتهم كبيرة، طقتهم أنشط، عشان كده كل ما تترتبط واحد أكتر، الموضوع بيبقى إيه؟ بتقترب للنشاط أعلى. عشان كده بترك ما يفعش نحط الزد N مثلا، الزد N، عنده إلكترونين في المستوى الخارجي، ما بقاش قريب من الفيلانس بان تحت، لا، عالي فوق، بقى المكان اللي انت عشان تدخل خلي بالك، يعني إيه كلمة نشط، المكان بتاعه نشط، يعني المكان ده التي بقى نشط، عشان نجيب إلكترون، ودخله يقعد أحشي هنا، ده محتاج مني موجود صعب قوي، قوي قوي، لكن البورون موجود أقل من الزد N، عشان نجيب إلكترون رابع يتنتقل يقعد في البورون، مش بنفس الصعب بتاع تزد N، طب لو أنا هنا بقى، ده أصلا، الإلكترونات هتمشي وتسيبني، فهم الفكرة أيه؟ فالأماكن هنا أقل نشاطا، ده بالسؤال، العارف ده لي أقل نشاطا، لأنه هو الفوسفرس، سؤال، نفسه يفقد ولا نفسه يكتسب، عشان يصل للكمال، نفسه يكتسب، هو صح كده، هو عنده ثلاث أماكن فاضية، فهو أقرب بحالة الكمال، فلو حاولت أحط فيه إلكترون، هيبقى العملية أسهل من لو حاولت أحط إلكترون هنا، ده أصلا عنده ثلاثة، ده بعيد أقوى عن الثمانية، ده نفسه يخلص منهم، فهم الفكرة أيه؟ أنا جب أقولك أنه هيخلص ولا ده هيخلص، لأ أنا بتكلم ده نفسه، ده الحالة اللي عايز يوصل فيها للكمال، طبعا الكمان ده عشان للتبسيط فقط، وفيه تفاصيل أكتر، مش وقت نقولها، خالص، لأن سعادة التبسيط بيخرج عن الدقة العلمية، المهم أن أنت كمكان في الغرف الخارجي هنا، طقتك أقل، وأسهل أن أنا أقعد فيك عن المعلم ده، أن أنا أقعد مع الثلاثة دول الدنيا أصعب، ومضاهب أصعب بكتير، فطقت الفيلانس التي تعدها أعلى، أعلى من ده، الفيلانس اللي هو الأماكن الفاضية اللي فيه، صعب أقعد فيها عن ده، فهم الفكرة أيه؟ فمنقولنا خلاص، تعال كده، نرسم ده بقى في صورة منحنايات، دي الكوندوكشن باند والفيلانس باند، فهمها خلاص، أنا عايز ترسم لي نفس المنحنة ده ليه الـ N ودي الـ B ودي الـ B بس على نفس المنحنة، يعني إيه؟ دي كده على الشمال، أهي؟ ومديل الكيرف ده، أنت الراجل بقى بتاع رياضة يعني، الجزئة دي هتخلينا للأسف يعني، لإما هشرحها صح فهي خلاص كبير، لإما هشرحها بشكل مبسط، فده هينتهك بعض المفاهيم للأسف يعني، خليها صغيرة كده نقل، خلينا كبرها، أهو، ودي كبرها شوية، أهي؟ وعايدك بقى تخد نفس الاتنين دول، وتنقلهم الناحنة التانية، بس نصغره شوية عشان نلعب بيه، عارفين أنا برك يا جامعة، عملتش اي حاجة طيب، الاتنين كده، اهو، أنا عادك تورريني الـ B طيب هتبقى ازاي؟ والـ N طيب هتبقى ازاي؟ دي الـ N، اعمل لي في الناحنة دي الـ N، وعمل لي في الناحنة دي الـ B، وورريني الشكلة يبقى ازاي؟ ازاي؟ قلنا ان الـ N طيب هيكون الاتنين بتوعها أقل من الـ B طيب، الـ B طيب الدنيا هنا أصعب، والدينك مش قادر تعدي، وعشان تعدي محتاجها أزوءك، أزوءك يعني أديك طاقة، فلما تروح هناك هتبقى طاقتك أعلى، انت محتاج طاقة عالية عشان تناسب الجلوس في المكان هناك، سواء إلكترون حل، يعني كوندوكشن، أو فيلانس، يعني مكان فاضي، وده يرجع لطبيعة المادة اللي احنا حطيناها، البنتة فيلانس وي تراي فيلانس، هي طبيعتهم كده بتخلي ده يحصل، فالاتنين قدام بعد كده غلط، هتلاقي المشهد بقى ان الاتنين دول كده بقى منظرهم كده، هتلاقي بقى ايه نزلين تحت شوية، بس خلي عندك خلي بالك في ملحوظة مهمة، اللي انا رسمته حالا ده، ده ما قبل عملية، ما قبل البدء، قبل ما يحصل اي ديفيوجن ولا دريفت، قبل ما اي حد ينتقل وقبل اي حاجة، في البداية خالص الـ N الواحده كده، والـ B الواحده كده، طب لمسناهم لبعض، وبطريقة ما خلناهم مفتحين على بعض زي ما احنا قلنا في الصناعة بقى في الاندستري، هتلاقي ان المشهد ان خلي بالك اهو، خلي بالك كده اهو، فيه هنا في مناطق مشتركة، اهو المنطقة دي كلها مشتركة، كل ده مشترك، خلينا نجيب اقلام كده اهو، كل الحتة دي مشتركة، يعني ليهم نفس القدر من الطاقة، يعني في شوية الكترنات، بص بقى ترجمة الموضوع على ارض الواقع، في شوية الكترنات محتلة منطقة هنا، هتلاقي حابة من دور كتار تلعو بقى انت فاهم الكلام ده مش هننقض نشرحه، وهتلاقي حابة تلعو من الدونرز اللي هينا اللي مستوى هين、 مش كانه هنا الدونر، وهنا كان في حاجة اسمها هنا هو، فيلنس اهو حاجة اسمها اكسبتور ايه؟ اكسبتور ليفل صح كده هو، فانتكدي كده فاهم دول يعنى، فيه الكترنات كتير هي تلعود قاعدد في الكتور بقى في هو، هل؟ مختلفة في الطاقة��� ايه، منهم اللي طاقتوا ليلة Изمهم الطاقتوا اعلى اعلى بس اللي مضمون ايه بس الاهم يمتلكوا طاقة كفية للتوصيد، فهم في حالة التوصيل بس منهم انش الحبة نشاطهم عالي جدا يقدروا لدرجة نمرة نشاطهم ده قادر يخليهم ايه يموجودين هنا يعني نشاطهم اعلى اعلى الالكترونيات في ال N طيب قادرة انها تكون كاقل الالكترونيات حركتا في ال B طيب لان هناك الدنيا اصعب فانت احسن حد عندك يقدر يبقى هناك اقل حد من توصل اقل حد فري فهو ده عملية الانتقال هو ده الديفيوجن الحبة اللي هنا دول بينتقلوا ويبقوا في الكوندكشن هنا او ما يعني السؤال في ال في ال بند موضل اللي قلنا فوق هل الالكتر فلون الهول لا دخل ماشا شوية صحة كدو اني خده سنيتين جزء من سانية ثنى. فهو دخل اول حاجة كالكترون حر وبقى هناك الكترون حر بعدين عمل ايه هو الاركترون حر هناك قعد في الهول اقعد في الهول دي بنقول أنه إيه بقى فقط طقتهポقعد في الهول لاني نخلي بالك وانت نشط في اي مكان سواء هنا او هنا. وانت نشط هنا طقتك وانت نشط هنا اعلى من طقتك لما تقعد في الهول. انت انت وانت متحرر أكيد انشط مما انت مش متحرر فلو نز تفقد حبة من الطاقة. بتتحول بقى في صورة حرارة عشان كالبين جونجشم بتسخن. الضيوب بيسخن ممكن تحرق اصلا مع الوقت. فهمي الفكرة ايه? ونفس الكلام الكترون هنا انشط وهو متحرر عن ما هو قاعد مع ذرته. فهمي الفكرة ايه? فبنقول بقى كده هو. في حبة الكترونات هنا. لحظيا وهي متحررة في الان. طاقتها عالية هي اعلى اعلى حد في اللي عندها. هتتروح هناك وتبقى كافية انها يدوب تبقى في اقل حد ايه? متوصل هناك. بس او متوصل هناك الا اللي يحصل. انت تفقد طاقتها دي. وتنزل. تقعد في هول. يعني تنزل تقعد في هول يعني في مكان. في مكان من الفيلانس. تبقى موجودة في الفيلانس بتاع احد الذرات. بتاعتين مادة البي طيب اللي هي كانت بورون مسلا. شفت ترجمة الموضوع على ارض الواقع. بتاع الطاقة الزيت الوطع وارض الواقع. هذه عملناها خلاص. لحد ما ايه اللي يحصل? السؤال. لما الهنا يمشي. مش انت كده قللت مجمل الطاقة اللي هنا. هتلاقي ايه دقى منازل زحت. يحصل له شفتنج لت تقعد تنزل. لان كل شيء الكترون ناشط تقوم مودي لنا حد تانية. طب انت كده ما بقاش موجود هنا الكترون ناشط زيه. بعد انت مودي اللي عليت دور. لحد ما توصل ايه? انك ما عندكش اي حد قادر يروح هنا حد تانية. ساعتها يبقى ايه? هيتلاشى. انا بحيب بدأي من اشرح الكترون لانها اوضح. طبعا نفس الكلام ممكن اقوله على الفيلانس بس مش وقته يعني. لحد ما توصل لايه? للمنظر ده. يا رب ازبطها يعني. اهو. اني يعني اهو. يا رب تت ازبط. خلينا معلش اناعمل بعض التعديلات. مثلا اهو. حاجة بالمنظر ده. النتيجة نهاية ايه? اني ده بقى مفيش اوفرلابن. وده ما بقاش فيه اوفرلابن. صح كده هو? ما بقاش فيه اي مكانين متقطعين مع بعض. فاصبح الموضوع زي ما انت شايف كده بقى فيه محاذاة. ما بقاش فيه اوفرلابن. ما بقاش فيه اي تقاطع. تقاطع في الطاقة يساوي انها بقاش فيه اي الكترون. هنا. في حالة في عند الجزء بتاع الان قادر على العبور لناحية الايه? اني بقى متحرر في حالة البي. تقول لي بس هو يقدر ينزل يقعد في الفيلانس على طول الدنيا تمشيش كده. فيش حاجة اسمها. اخش من الان اقعد على طول في البي. ايه هتعملها ازاي دي? اللي هولا فراك على الباب يعني. لا. لازم تخش الاول كمتحرر. تبقى هناك فري الالكترون. لازم تمتلك الطاقة انك تبقى هناك فري الالكترون. عشان تخش كفري الالكترون. بعدين وانت هناك تفقد شوية الطاقة فتقع تقعد في ايه? في هول. دي اني يفهمها. لكن اللي انت عايز ذا مش ما ما مينفعش يحصل. فيش حاجة اسمها كده. فهمي الفكرة ايه? فعشان كده المشهد بيوصل للي انت شايفه دلاتي حالا. معنى اني محدش هنا قادر يروح الناحية التانية. وبنقول ساعتا ان الناحية التانية دي اعلى منك في الطاقة زي ما انت شايف المشهد. ما الواي اكسز اهو. دي اعلى منك في الطاقة ككوندوكشن. واعلى منك في الايه? في الفيلانس برضو. اعلى منك في كل حاجة كبير طيب. فالمشهد ايه اللي حصل? ما بقاش اي الكترونات هنا قادرة تعبر الناحية التانية. ولا اي هولز هنا قادرة تعبر الناحية التانية برضو. فهمي الفكرة ايه? فخلاص الدنيا وقفت. نعمل بقى ايه? قالك انهم رسمينها كده بقى. قالك حجم اثنين. يا انت فارد ان الالكتريك فيلد في النص قيمة ثابتة. وبالتالي انت رسم ايه هنا? رسم انرجي. فليني نركز معاين في الحتة بيه? ركز 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 ركز. لو قلت لك الانرجي اي علا بالفولتج. اول حاجة الالكتريك فيلد. ده بيساوي. فولتج دي في باي دي اكس. حد عنده خلاف لأ. طيب. يبقى الفي بتساوي ايه? تكامل. ال اي دي اكس. عملنا الكلام ده مئة مرة. طيب. والفي نفسها عبارة عن ايه? الطاقة. الورك او ممكن نسميها طاقة. نكتبها كده. انرجي. انرجي. حل? لكل ايه? لكل واحدة شحنات. الطاقة لكل كيو. لكل كيو كابيتل كده. ففي الاخر هيد دي لك النتج بكام كام طاقة لكل كام كولوم. وحدة شحنات صح كده هو. فممكن نسميها انرجي على كيو او على كيو سمول. اللي انت تحبه اي حاجة. حلو. يبقى الانرجي الوحدة بتساوي ايه? كيو في في. يبقى الانرجي هي عبارة عن كيو في في. يعني الواي اكس. ده. الانرجي اهي انرجي. ما هي الا? في في كيو. ده اللي احنا عايزين نفهمه. في في كيو. طب اطلع فوق بقى كده هو. لو انا قلت لك في المشهد ده. الواي اكس. ده عبارة عن ايه? جهود مضروة في في كيو. طب ما انا بنن من هنا الكترون اللي هو ليه شوحنا اسمها ايه? وان كيو. كيو اللي هو كيو سمول دي مسلا ليه واحد وستة في عشرة قصة. اللي هو الكترون شارج واحد وستة في عشرة قصة تسعتاشر. فاسمها ايه? الكيو بتاعت الالكترون. لو ضربتها في الفولتج هتجيب الانرجي اللي على الواي اكسس ده. يعني الواي اكسس ده ما هو الا? الواي اكسس ده ما هو الا? الواي اكسس ده ما هو اللي عبارة عن الانرجي دي عبارة عن في في كيو. ليس إلا. فدي ده اليونت اللي حيش شغالين. دي كوانتتي اللي شغالين بيها. المهم يعني. معنى انك هنا مش قادر تعبر ناحية تانية. نتيجة ان في فرق ما بينك. الفرق بينك ده بقى السؤال. شكله عامل ازاي هل مسلا كده. ولا كده. ولا هنبقى خط. ولا هنبقى ازاي. حسب. هاش عايزين شكل الانرجي. خلاص. افطرد اول حاجة الالكتريك فيلد. قبل الالكتريك فيلد افطرد. عشان تعرف تحلي معادلة ماكسويل. افطرد الال لتشارج كونسنتريشن. دي لو فراطنا انها قيمة ثابتة. فهيطلع الالكتريك فيلد. لان احنا قلنا ان دي اي باي دي اكس. بيساوي الرو دي على الابسرون. فلو دي ثابتة يبقى ده سابت يبقى كله هيطلع ايه. لينيار كده من منظر ده. طيب ولو ده تلع لينيار. لو الالكتريك فيل تلع لينيار. بقى الفي. تكامل لينيار. هيطلع حاجة سكوير. يعني حاجة بارابوليك. فتلاقي الشكل عامل كده. مش عايزين نخش باي تفاصيل في الاسم. هتلاقي الشكل بارابوليك. هتلاقي حاجة بمنظر ده. طيب في الشكل اللي هيبقى عبارة عن ايه. خلينا ان نرجع تاني انا فصلت شوية. هيرجع هيبقى عبارة عن ايه. هتلاقي المنظر بقى عامل ايه? هيبقى حاجة لينيار بالشكل ده. هيبقى حاجة لينيار. بيه الشكل ده. هذا لم يفصل. طيب. نفس الكلام من ناحية دي. وش اللي بقى دول خالص? مرهمش اي لازمة. خلاص انت تعرف نما اللايمنت يعني. حل. فالمنظر اللي ما حصل قدامك لقتي حالاً ده هي دي اللي بنتكلم فيها حصل صعود في الطاقة الطاقة بتاعت البي طايب مع مرور الوقت أصبحت أعلى من طاقة الان طايب ومحتاج عشان تطلع من الان طايب تنتقل للبي طايب انت اكتسب الفرق في الطاقة الكافي لتأهيلك انك تطلع حسب انت مين ما انت ممكن تكون في انرجستيت هنا هو فانت محتاج ايه محتاج قادر من الطاقة كافي ان يوصلك للحتة دي اول حاجة تقدر تنتقل لها وتعدي توصل للايه تبقى في اليكترون في البي طايب بعدها هتفقر الط الطاقة او ما تصل للبي طايب وانت لسه بتتحرك جواه هتفقر الطاقة وتنزل تقعد في ايه في ذرة من ذرات البورون في الفيلانس شيل بتاعها بس كده باختصار خلصنا او تنزل تقعد في ذرة من ذرات هتقعد بقى في المكانة المتاح وخلاص لاني القصة دي معقدة في سيليكون وفي بورون حسب بقى المكانة المتاحها تقعد فيه حسب طاقتك عالية ولا قليلة كل ده تفاصيل مش مش بسرد الكلام عنها اصلا المهم انك تفهم بقى ان اللي حصل في النص ده اسمه ايه اللي حصل ده اسمه ا ايه ده اختلاف في الطاقة طاقة محتاجين عشان نصعد ديفرنس في الطاقة سميه زي ما تحب احنا نسميه باريير 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 اكيده زي الزوحليقة كده ما حدش يقدر يطلعها الا لو يملك القدر الكافي اللي الزقه الكافي لنتطلعها بنسميه باريير بوتنشل باريير بوتنشل باريير بوتنشل في بي اي وليه قانون لحسابه وليه قصة يا لهوة طويلة اوي مش وقتها نشرحها وشرحناها في كورس السيمي كوندكتور اصلا تقدر تقدر ترجع له بس ساعتها كنت بنتهج نهج مختلف في الشرح مش عارف انا بس معهم بقاش راضي عنه الصراحة بس يعني اهو كل فترة بطلع قدام برجع اقول من الصناعي اللي كان شغال هنا ايه فده الباريير بوتنشل وترى طبعا الكيرف بتكلم عن الطاقة فالطاقة عبارة عن في مضروة في كيو فلو فرضنا ان الفرقة بين الجهد في النقطة دي ونقطة دي هو اسمه في نود مسلا او في اي حاجة في نود فالارتفاع هنا اللي حصل في الانرجي هيبقى كيو في في نود ده الارتفاع ده الفرق اللي حصل في الارت بس كده ساعت بقى بننجز ونعمل ايه حركة صائعة قوي نقول طب افرد الالكتريك فيلد احنا فرضناها كونس احنا كده كنا فرضينه كونس افرد هو مش كونس احنا هو اصلا في ارض الواقع لينير صح كده لينير ده في ارض الواقع حقيقي هو لينير طيب بقال في ساعتها هتبقى سكوير تبقى حاجة سكوير ده تبقى بارابوليك فيبقى شكلها عامل ازاي نفس اللي انت شفتوا فوق حالا بس بدلا ما ترسم الاختلاف اللي حصل في الطاقة حبنتكلم عن ال الالكتريك فيلد في المنطقة الوسطى فيبقى الفولت شكله في المنطقة الوسطى هيبقى سكوير هيبقى شكله عامل ازاي هيبقى شكله تقريبا كده هتلاقي كل واحد منهم عمل بالمنظر ده عمل بيعملوا نص بارابوليك في الجزء الموجب وبعدين يقفل بنص بارابوليك في الجزء الوراء بعدين هتلاقي حاجة بالمنظر ده بعدين حاجة بالمنظر ده بعدين حاجة بالمنظر ده كل واحد فيهم صعد حصل له صعود بس بشكل بارابوليك يعني نص دلة تربائية ونص دلة تربائية حسب الموجب ولا س ايه كتفوت تكمل يعني بس انت هنا نفس الكلام كتفوت تكمل بس انت رسمها بشكل اللي بالمكان اللي في شحنة فقط. انا ميش دعو بمكان ده. انا هي مني برسم الشكل هيبقيه في الدبليشن ليجون اللي جوه دي. فده شكل الباريير ولازم تمتلك طاقة كافية انك تعديه. والارتفاع بتاع الباريير ده من من اعلى نقطة فيه لأقل نقطة فيه بيبقى كام. احنا نتكلم على فرع واحد. من اعلى نقطة لأعلى نقطة من الطب للطب بيبقى مقداره هو فرق الجهد اللي انت حصل ل بالنقطة من بداية خالص نهايتك لو اسمه بي نود مسلا بس مضروف في كيو عشان يديلك قيمة بالطاقة. قيمة بالالكترون فولت. فهم الفكرة ايه? ده كلام جميل جدا. طيب تعال حتة اخيرة افتكرتها قلت اقولها لك. حتة مهمة جدا ليه فكرة الثيرمال اكوليبريم زي ما كنت مكلمك بس افتكرت جزئية مهمة فيها. ايه الثيرمال اكوليبريم او الاتزان الحراري ان انت مع الوقت واحد يقول لي طب ما انا ممكن بعد ما الصفين دول تكونوا وعملوا حاجز. ب بس ممكن يكون لسه فيه ورا حبة قادرين يعده برده. فقول له ماشي افرت ده مثلا كان قادر يعدي. فاول ما يعدي كده بالديفيوجن حلو. هيخلق مكانه بوزة في برده. فالموضوع هيبقى اصعب في المرور. يعني كل ما الكترون يعدي بيصعب المهمة على الكترون اللي وراه. كل الكترون يعدي بيغير في تشكيلة الموضوع كله. بيغير في كل الانظمة اللي حصلة. فاللكترون الواحد اللي عدي ده خلق ايه بوزة في ايون غيرها. طب ده لو عدي هو كمان خلق بوزة في أيّ جديدة. فبقى الموضوع أصعب على اللي وأراه. لحد ما نوصل لنقطة محدش قادر يعدي ولو حده يعني لو لو فرضنا الموضوع يعني ها واحد قادر يعدي أهوا واحد قادر يعدي هيلاقي اللي بيحصل. هيلاقي اللي بيحصل تانية. هيلاقي ما؟ معادي ما هي المنورتي اللي هنا بالت prostu Hong Kong فيلاقي ان التوتل اللي بيحصل. واحد الكترون جاي من هنا واحد الكترون جاي من هنا. فابقى التوتال zero. عند حالة الاتزان بيقى صفر حالة الاتزان هي بقى. هل ان الموضوع واقف خالص حصل الصمت. صمت لأ أن الحبة اللي جايين كده بالدي tiveوشن أدى الحبة اللي جايين كده بالديرفت في الأول خالي كان الدي في يبيشن كتير جدا هل في م مع الوقت قاعد الدفوجن يقل ليقل نتيجة ان هنا في بارير. البرير ده بيساعد مين؟ بيوقف الدفوجن. وبقى كنه بيساعد الدريفت. أكينه بيساعده. فهم الفكرة ايه؟ انه بيخلي التاني بقى قده. هما خصمين. خصم ضعيف في الاول. وخصم كان قوي جداً لو هو الدفوجن. الدفوجن اول ما البرير تكونت بقى ضعيف قوي. لحد ما وصل انه بقى قد نين؟ بقى قد الدريفت بالزبط. عشان كده بنوصل لحالة الاتزان. وحالة الاتزان هي ان يكون الدفوجن قد الدريفت بالزبط. يعني لو بيعدي كده واحد. بالدفوجن بيعدي كده واحد بالدريفت. فحالة الاتزان معناها ايه؟ ان total الشارجس اللي هنا هيفضل زي ما هو. هيفضل ثابت. لان كل ما حد يخرج واحد يجي. وتوتل اللي هنا هيفضل ثابت. لان كل ما حد يجي لهم حد يخرج. فهم الفكرة ايه؟ وفي النص هنا يحصل كمية كبيرة جداً من الريكمبينيشن. كل شوية الكترون يعدي فيقابل هول في ايه؟ يحصل لهم ريكمبينيشن. طبعاً هو مش بيقابل هول ولا حاجة. بس هو المشهد الحقيقي ان بيخرج يوصل هناك فأكيني الهول هي اللي جات. يحصل ريكمبينيشن وخلاص. فبالفكرة ايه؟ عشان مسلا ما نطول الشيء. فبس كده. فباقتصار النيت كرانت في حالة الاتزان. النيت كرانت اهو. في حالة الاتزان سواء هولز او الكترونز وكله بيصعوا صفر. مفيش كرانت معادي. الموضوع ده هيوقف مع الوقت. هيوقف بعد فترة صغيرة جداً. وهيبقى انت كده ما نجحت اشتن بتعمل اي حاجة. الموضوع كده يعني ايه اللي استفدناه؟ بركة يا جامع. جبت لي حاجة قطعة بتقطع طيار بعد شوية. هتستفيد بها لما تعمل البياسنج اللي انا كاتبه ده. هتعرف الفايدة العظيمة بتاعته. تعال اقول لك ايه البياسنج. هم فيش حاجة نقصة يعني كده خلصنا. هم شعز ايه حاجة تانية. وفهمت انت الباند ده ده بنسميه في الكتب بيسموه. باند يعني النطاق الطاقة هو. الباند اللي انت شايفه ده اسمه نطاق طاقة هو. بنعمله طي اسمه باند بندنج. هو ده طي النطاق. وتقدر تدور عليه على جوجل وعلى يوتيوب. وتطلع لك النتائج كتير قوي. قعد اقرأ بقى مقالات وده هنعمله الدروس الجاي. هنقرأ مقالات كتير عن الموضوع. باذن الله. طيب حاجة اخيرة بقى وهي فكرة البياسنج عشان نقف الفيديو. عشان احسن انها طولت اصلا قوي يعني. فانت الموضوع ابسط من كده اصلا بس عشان انت او مرة تسمعه. لو انت يعني او مرة تسمعه. حلو في الاخر نتجلينا حاجة بنختصر مع الوقت. كل شوية بنعمل حاجة اسمها تجريد. يعني ايه خلاص خدنا التفاصيل. اعملها اللي بقى في مربع كده. وما تقولش التفاصيل دي تاني احنا فهمناها خلاص. فالمربع بتاعنا هيبقى بارعا حاجة كده مربع جميل. حتى ممكن نعمله اصغر. اهو. 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 وبارعا حتة منه. في النص حتة دي او ان بالسمول كده ودي بي. ونبدأ نشتغل بي بقى في ارض الواقع ونوصل معاه ونعمل ونعمل كل حاجات اللي انت عايزة. بس اللي لاخر مرة هنعمله بتفاصيله عشان نفهم فكرة البياسنج. البياسنج ده هيعمل ايه؟ اطلع عطلي الكيرف اللي فوق ده كله. عطلي قصدي الموضل اللي فوق ده. هناخده تحت نعمل لي باياسنج وفاهمك يعنيه باياسنج اصلا. انزل. عشان يبقى عنوان الفيديو بانجونجشن من الصفر بمعنى كلمة من الصفر. لكن اللي فاهم انت بضع وقتك. او بتستفاد بس يعني انا اقسف والله لو بطول يعني فبطول عشان غيرك. المشهد لاتي زي ما انت شفت ده هيحصل من غير اي تدخل خارجي. احنا بقى عايزين نمشي طيار. عايزين نشوف الطيار هيمشي ازاي. فقالله خلاص هوصل بطارية من بره. فيش حاجة هتحصل من غير بطارية. ادي بقى ام جايب كده من بره. يا عم من عايز قلم اهو. بطارية. اهو. وانا اجيبها بشكل انضف شوي يعني. جميل. البطارية اللي توصلها مش ممكن تكون كده. وممكن تكون العكس. ليها بولاريتي موجب وسالب. نحط الموجب فين والسالب فين. قال لك خلينا اول حاجة. نحط مثلا مثلا ايه. نحط الموجب كده. ونحط السالب هنا. ده قط بموجب. وده قط بسالب. موجب يعني ايه. بيبيهيف لايك بوزيتيب تشارجز. انت يهمك في الاخر. مايهماكشن اللي يتشغلها مزاي من جوه. يهمك هيسلك ازاي في ارض الواقع. هيشتغل معنا كأنه شحنة موجبه. هتعمل ايه في الالكترنات دي كلها. الموجب ده هو هيفضل هنا برضو. هيفضل هنا. الافكت بتنقل في السلك كله. فالموجب ده اكينه هنا بالزبط. في هنا موجب دوقتي كبير اوي. بتاع البطارية. ونفترض البطارية دي مثلا. 10 فولت. رقم محترم اوي يعني. او 5 فولت. اي رقم خليه رقم منطق خمسة عشرة كده. ارقام في. متخلاش ستين. هقولك ليه متخلاش ستين عشان. بريك دون. هنعرفها كمان شوي. الموجب ده هيعمل ايه. هيقوم شدد الالكترنات دي كلها. في الاتجاه ده. هيخليهم يبعدوا يبعدوا. طب دول لما يتطوروا كده. مش في صف هنا هي. هيمشي منه الالكترنات برضو. طب لما الالكترنات تمشي منه. ما تبقاش حافظ مش فيهم بقى. تقول لي. انا متعود لما تمشي كده هيبقى يبقى بص في عيون. طب ولما تمشي كده. بص في عيون برضو. فهيشد الالكترنات ناحيته. يعني هيخليها تسيب اماكنها. هي. هيسحب اول صف ينزله السلك. مثلا. هيخليه على طرف السلك كده. هو طبعا مش يقدر يحركه. اقول لك ليه. هيبقى فيه الالكترنات متراكمة هنا. وممكن تبقى حرة على فكرة. هيقدر يترودها. ان هو دي طاقة. البوستف والنيجاتف دول بطارية يعني طاقة بتشد. فتقدر تسحب الالكترون من الغلاف الخارجي بتاعه. الالكترون الخامس ده. لحد ما المشهد النهائي هيبقى. اننا بقى عندنا. يمسح ده كده. بقى عندنا شوية الكترنات متراكمة على المكان ده. وبقى عندي في الاخر بوستف ايونز تخلقت جديدة. ما بقاش معها الكترناتها. ثابت الكترناتها ثابتها. فاصبحت بوستف ايونز تنضم على مين. انها قربها شوية كده. اكيدناها انضمت على البوستف دول. يبقى هتنضم ليهم يعني المكان الموجب التسع. يعني نوسع الديبليشن ريجون. اوبا الديبليشن ريجون ووسعت. طيب والنحية الثانية. نفس الكلام. الالكترنات دي ممكن تنتقل في السلك. وتروح تقوم مع بيه. اصلا البطارية ما هي الا مضخة. مضخة للطاقة. وعندها مادة زي مثلا لو بطارية. لو بطارية فيها نحاس وزد ان. وخرصين. الخرصين بيطلق الالكترنات. بيفقد الالكترنات من عنده. فممكن يكون فيه الالكترنات مندفقة كده. ده شرحنا لما قلنا ازاي بطارية بتشتغل. المهم انه فيه الالكترنات تيجي هنا هو. تملى الصف ده. بعدين تم فكرة تلاقي ايه. تلاقي فيه مجال الكهرابي هناك. فتقول ايه ده انا عايز اروح للمجال الكهرابي. تملى الصف ده وتسيب الصف اللي قبلها. تملى. 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 الالكترنات تيجي تقمالي المكان ده خالص. تقمالي الصف ده. تقعد في الهولز. لما تقعد في الهولز. تقنسلتها. اصبح اللي فاضل. لكنها اكتسبت الالكترون تصبح. فتنضم من الحلف. تقم داخلها. تقعد جنب اخواتها. ايه اللي يحصل؟ الديبليشن ريجون وسعت من الطرف ده برضه. ايه اللي حصل بقى دلوقتي. المجال الكهرابي هيكبر ولا هيقل. هيكبر. هيكبر جدا. طب لما مجال الكهرابي يكبر. مش كده الفولتج ديفرنس هيكبر. او البوتينشل ديفرنس هيكبر. اه. طب مش ده سميناه باريار بوتينشل. يعني حاجز. لو فيه الكترون من دول بقى بيفكر. ده هو لو عرف اصلا. ده هو مشدود. لو فكر يعبر. ده هيلاقي حاجة منيلة في سكته. هيلاقي حاجز ضخم جدا. انت كبرت الحاجز. خليت الحاجز كبير جدا. الاكتريك فيلد بقى اقوى جدا. بقى في النص ده. بقى الارتفاع بتاع الزحليقة عالي. خليت الزحليقة عاملة كده. بتعرف تطلعها بقى. بقى قابلني. بقى صعبة قوي. محتاجة عشان تطلعها طاقة كبيرة جدا. فمن الفكرة ايه. فاللي جاء النتيجة النهائية. ان الوضع ده. التوصيل ده للبطارية. مش هيعدي كهرباء. خلصة. مفيش كهرباء تعدي خلص. فالخلاصة ان البطارية بتاعتك اللي انت حطتها دي. انت كبرت بيها البارير اللي في السكة الحاجز. فاي الكترون من دول هيحاول يمشي. يعني هيقابل في وشه ضلمة خلص. هيلاقي الدنيا مضلمة في وشه. وطبعا سواء مشي كده. سواء مشي في السلك او من بره السلك. هيلاقي الدنيا هنا مع الجزة معها خلص. لو الكترون مشي وحتى قدر يوصل للمكان ده. هيلاقي في وشه صخرة طويلة قوي. كلها سوالب مشي قدر يتخطها خالص. خالص نهائي. طيب واحد جدع يقول لي طيب ده كلام جميل فهمناك. بس انت كده كبرت الالكتريك فيلد صح كده و. مش المفروض طيار الدريفت يزيد. اقول له عندك مشكلة. ايه هي. انا كبرت الالكتريك فيلد. بس هو مين الالكتريك فيلد يقدر يمشيه. مفيش حد هنا يقدر يمشيه. ولا حد يقدر يمشيه. ليه. اللي محتاج مين يمشي من هنا. يحتاج حاجة تمشيه عكس طيبة اللي محتاج الالكتريك فيلد. يعني يحتاج الالكترون. والالكترون هنا مينورتي. ايه وعak تنسى؟ مينورتي يعني قوليه لي جدا. وعشانكدا الطير اللي بيمشي. وبيمشي طير على الفكرة. بس اقول له ليل جدا. هيبدأ يصحب. الالكتريك فيلد ده. يعني يصحب. والاليالكترون ده. مفيش غيرهم. ما يقدرش يجيب غيرهم أصلا. عملها وهكذا. طبعا هما ضعف السلك بيحصل بشكل مختلف. أصلا يعني. السلك نفسه فيه إلكترونز وهو اللي بيغزي بها نقطة من هنا. أول ما حد من دول يمشي. مش هشرح لك ده بالتفاصيل عشان هنشوف فيديو أصلا كمان شوية. المهم من المشهد النهائي. انت بتماشي دريفت. دريفت تغيره قليل جدا. جدا. عشان كان يقولوني في التوصيل ده اسمه ايه بقى? لما توصل القطب الموجب جنب الإن فيشد إلكتروناتها يزنقها كده بعيد. ويوسع يعني بيوسع الب بي طيب. يعني توصله بالجانب السالب ده. فيتنفر معاه. او نقول ان هو قوي. يخليه اقوى. او بنقول ما ان هو بيشد الهولز. او بنقوله اللي بيضخ إلكترونات فيملى الهولز فيبقى خلها نيجاتف آيونز. افهمها زي ما تفهمها. انه مهم من الديبليشن ريجون ووسعت. التوصيل ده اسمه توصيل عكسي. عكسي ليه? انه منع مرور الطيار. ده بنسميه توصيل عكسي. هل الطيار تمنع كليا? لا. اللي بيعدي حاجة تفهى قوي ضئيلة جدا. تق نصب الفيمتو امبير. يا نهر يسوح. ده رقم صغير قوي. فيمتو امبير سمع الرقم. ده بنسميه الاي اس. اللي بيعدي في الاتجاه العكس ده اسمه اي اس. وده طيار ضئيل للغاية. بيتقسمع عمليا وليه معادلة وكل حاجة. ليه? لانه بيعدي بيعتمد على تعديلت مين? الالكترونز اللي هي في الناحية دي مينورتي. او الهولز اللي هي في الناحية دي برضو مينورتي. سواء انت تبكر تفكر كده او كده في الحالتين طيار قليل الاي الاوي اللي بيعدي دي. اسألك سؤال بس ده هيسابي الوقت قوي يعني. لو انا جيت فجأة وامتدالق هنا جرد الالكترونات. الالكترونات كتيرة قوي 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 درقتها هنا اوه. ايه لا يحصل? هتقول لي الالكتريك فيلد ده هيشمط ابوها هيسحبها كلها ويمعديها. يبقى هيعدي طيار صح كده هو? على فكرة على فكرة يعني ده الترانزيستور. الترانزيستور قال لك يا جماعة مش انتو في التوصيل العكسي. مش قادرين تعدوا الالكتريك فيلد الكبير اللي معاكو ده. مش قادرين تست تغليولي ان انتو معكوش كارييرز كافية تعدو. تعدوها قلنا له اه. قال لي خلاص انا هجيب لك حاجة تديك كارييرز. هجيب لك حاجة تدلق لك هنا جرد الالكترونات. مع الالكتريك فيلد العظيم ده يقوم سحبها. يعني السؤال هل التوصيل العكسي يستحيل مرور الطيار مطلقا لا. طالما في الحالة الطبيعية مفيش كارييرز الناحية دي فما يستحيل مرور الطيار. افرد انا بقى عملت حاجة خارجية ضفت لي هنا كارييرز. يبقى هيمر طيار ع في الناحية العكسية. وهيقول لي لا. لو فيه الالكترونات هنا هتمر تتسحب تقوم ماشية وطلع ونزل وطلع. عملنا طيار. عبقى هذا اللي بيحصل في الترانزيستور. عادي في الترانزيستور بيعمل ايه? بيقوم جاي شايف الماشية ده بالزبط. هيوم واخده كده. طيب قدينا حطناها اهو. شيل ده بقى خالص. شيل. شيل. وعايزك تتخيل ان انت عملت ايه? قدينا ننظف الدنيا خالص خالص. عايز تخيل ان انت حطيت حتة مش دي ان. حط حتة الناحية التانية. ما الان دي غنية بالالكترونات. صح كده هو? الان دي ايه? صغرهم كلهم. هي تبص شوية لما صغرها بس مش مشكلة. المعنى هيبقى واصل يعني. خد الحتة الان دي كلها. اهي. طبعا هي تحتاج تفاصيل اكتر. هنقولها في درس الترانزيستور اللي بقى انا من ادقوا. ورميها هناك هنا. عشان بس نختصر. انت عارف ان كده عملت ايه? سيك من دول. ملهمش لازم. موجودين هناك اصلا. هم هيتوجدوا هنا في الحاجز. هيبقى عملت او. صح كده هو? واحدة boom واحدة boom واحدة boom هنفض بوط البولاريتي بتاعتها ان توصيلها يكون امامي معاه. هيبقى بالشكل ده. استنى. دي كبيرة و دي صغيرة. هيبقى عدى كده هو. هيبقى عدى. يفتح الحنفية. بالبلد هيبقى هيخلي الموجب ده يشد الالكترونات. مين من الان. الان اوما تلاقي المكان ده بقى موجب. هتقوم ايه معدية. هتقدر تتخطى تنطي الحاجز ده. اوما تقى مرحبا بك. ده انا مستنيك. خلي بالك اوما كانش قادر يعدي اصلا. فاهم الفكرة ايه طبعا البطارية ده معمولة غلط. يعني فاكس. هي كده حلو. انت كده عملت ايه كان الطيار مش قادر يعدي في الاتجاه ده اصلا. مقفولة. انت فتحته. ومش بس فتحته انت اوجدت لي كارييرز. اسحبها بالالكتريك فيلد وقام سالتها من تحت. خلاص كده. الالكتريك فيلد هيبقى قوى جدا اصلا. هيمسحب لك الايه? الكلام ده مع اني توصيله عكسي. بس توصيل عكسي لا يعني ان الطيار مش يمر. والتوصيل عكسي ما بي مراش طيار لما يكون البي مفهاش كارييرز. مفهاش الكترونز. طب لو انا جبت لها حاجة من ظهرها هتديها الكترونز. تفكيرتها اوى على فكرة بس جميل. هل الكترونز دي اقدر افتعملها حنفية من فوق تفتح? فتدين الكترونز في البي فاسحبها بالالكتريك فيلد وانزل طيار كهرباء. طب لو زودت الحنفية اللي من فوق دي هشد الالكترونات اكتر. صح? فيتوجد هنا كارييرز اكتر. فاسحبها بشدة اعلى. يعني زودت الطيارة اللي في الدارة كبيرة. يبقى الزيادة اللي فوق تساوي الزيادة في اللي تحت. بس هل بنفس القدر? لا لا لا. ده بمئة ضعف. ميتين ضعف. عارف ليه? لو في الحالة الطبيعية مفوت بقية هي تقريبا او فرق بسيط. لكن احنا بنخلي البي اللي في نص دي الفيعة قوي قوي قوي. رفيعة جدا. بحيث ان اي تغيير من اللي فوق يفتح الحنفية جامد قوي. حنفية بتتلف ثلاث لفات مثلا. اللفة تتنزل لك مية عبر 20 دا في المرة اللي قبلها. فكده التغيير البسيط اللي فوق هيساوي تغيير كبير جدا تحت. لو حطيت مقاومة كده. ومقاومة كده. اصبح الجهد على المقاومة دي هو الامبوت. وهنا ده الامبوت. فمن فكرة ايه? اي تغيير طفيف فوق في الامبوت. في البطارية اللي فوق. خليها تتغير. او او اصلا مسلا اعتبر المكان بتاع الامبوت اللي جايلي هنا مش بطارية بقا. ده جهد جاي من سماعة. جاي من مايكروفون. والمايكروفون ده انا عايزه يطلع في السماعة لتحت هنا متكبر 20 ضعف. 200 ضعف. 2000 ضعف. احطه في النص ايه? هو ده. اي تغيير طفيف فوق هيفتح الحنفية جامد اوي. فالكارييرز تتعدي جامد اوي. في المكان ده في كارييرز. الالكتري فيل دي يسحبها. عرفت الترانزيستور. والله العزيم هو كده والله. بس ده نوع معين منه. اسمه NPN. ده نوع احد انواع البي جي تي. بي جي تي. واللي هي نوع من انواع ترانزيستور. فيه نوع تاني اسمه موسفت. موسفت. حل? وده لي نوعين. N channel وبي channel. البي جي تي لي نوعين. NPN. وبي NPN. هناخد كل الاربع انواع دول بازن الله. انواحد القهر. بعدها فيه حاجة اسمها Thyristor. اصلا يعني. وفيه انواع كتيرة. فيه قصة بنت لازينة في الحوار ده. علم كامل. فهي انت الموضوع? فاحنا كده اخترعنا ايه? يعني حاجة قفلة السكة. ده التواصل توصيل عكسي. قفل السكة ليه? مع ان فيه مجال كهرابي. مجال كهرابي ابس ما فيش حاجة يسحبها لمجال الكهرابي ده. الالكترونات نفس كل حاجة. ونفس البرير اللي كونت في النص. اعملي بقى توصيل امام. يعني اعكس البولارتي. بدل ما انت كنت حطت الموجب هنا. فشد الالكترونات الوراء. فضينا الدنيا وعملنا برير كبيرة في النص. لان عايزك تعمل العكس. حط الموجب هناك. والسالب هنا. الموجب اللي هناك ده بقى انجاز. والسالب اللي هنا ده انجاز برض. السالب ده بيدخ الكترونات. اتخيلوا كده عنه بيدخ الكترونات. طيب والموجب بيعمل ايه? بيشد الالكترونات. طب ما هو ده برضو هو الموجب. القطب بينتقل في السلك كله. المكان ده موجب. والمكان ده كده سالب. النقطة دي اخر حاجة خالص في السلك. حلو? الموجب ده هيعمل ايه? هيبدأ واحد يتخيلها بقى. يقول لي ده هيبعد عنه الهولز. من واحد يقول لي ده هيشد. انا بقولك بقى لا اشتغل على الالكترونز. هيعمل ايه? الموجب ده هيشد الالكترونز اللي هناك. وتيجي تتشد تلاقي في وشها الحيطة اللي قلنا عليها البريير. يقوم خليها هو بقى طاقة. ما ده مصدر طاقة ده سورس. فيعمل ايه? يديها الطاقة كافية ان تتخطى البريير دي. واحد جدع يقول لي اذا. لابد ان المصدر يكون عنده الطاقة الكافية للتغلب على البريير. يعني يكون عنده جهد. اكبر من قد جهد البريير على الاقل. عشان يقدر يخليها تتخطى. طب جهد البريير ده كايما قلنا في السيليكون سبعة من عشرة. يبقى لازم المصدر ده يكون اكتر من سبعة من عشرة. يعني واحد فولت اتنين فولت خمسة فولت. سبعة من عشرة يا دوب هي. ها يا دوب. خليه مسلا كم? خليه مسلا تلاتة فولت مسلا. حل? فهيقدر يخلي الالكترنات دي تتخطى الحاجز. وتمشي تنجز بناحية الموجب. طبعا هتقعد تتنطط بقى بين الهولز. تقعد نطط تنطط لحد ما توصل للموجب ده. ممكن تمشي في النص عالي عفكرة. المهم انها هتنتقل كده. لحد ما تمشي في السلك. تنزل. تطلع. هيكون ده اصلا بيدخ الالكترنات. ما انا قلت لك ده ما ضخت الالكترنات. والبطارية اصلا بتضخ الالكترنات. جواها مواد قابلة للفقد. زي ما شرحت لك قبل كده زمان. هتلاقي هنا المكان ده الالكترنات كتير. يكون بتتشد بالموجب دي ناحية تنزل. تطلع. تنزل. تطلع. تتشد. تعبر للحاجز تنزل. تطلع. ايه ناتج النهاء ايه? ايه ده طيار بيعدي. مبروك عليك. بس كده حرفيا. ده اسمه ايه بقى? اسمه فورورد. فورورد بايس. توصيل امامي. اللي فات كان اسمه ريفيرس بايس. توصيل عكسي. بس كده. في التوصيل الامامي بتوصل الموجب بالبي والسالب بالان. انا مش حافظهم. انا بفكر. والله عزيم بفكر. بس كده. لو وصلت الموجب ناحية الان. هسحب الالكترونتها الورا كده قوي. فهتقمت رقم هنا. المكان ده يبقى ديبليشان ريجون كبير قوي. مش عارف عبرها لو عملت الللي. تهم الفكرة ايه? طيب. بس كده. مش عايز منك ايه حاجة دال. ده الرفيرس بايس. وده الفورورد بايس. كده انت مررت الطيار. بتوصيله. وممرتهش في الاتجاه التاني. كده انت وصلت لايه? لون. وي. كوندكتور. عايزين نحتفل. وان وي. كوندكتور. بدايةا من يعني ايه سيليكون ويعني ايه سيمي كوندكتور. وصلنا ان احنا عملنا وان وي كوندكتور. يعني حاجة بتعدي الطيار في اتجاه. وتمدع مرورها في اتجاه المعاكس. يا لهو على العظمة. اقول لك بقى ازدك مش شعر بيت. ده البطارية نفسها. لو اقل من 7 من 10 لو كانت 3 من 10 او 2 من 10 مثلا. لو كانت 2 من 10 فولت. مش هتقدر اصلا تمرر الطيار الامامي. فكمان انت عملتها كنترول. يعني حنافية لازم توصل فيها لقدر معانش تقدر تعدي. تماشي الطيار. ده حاجة عظمة جدا. ده كنترول يا ابني. ما انا قلت لك احنا الكهراء الالكترونيكس او علم الالكترونيات قائم على فكرة الكنترول بتاع الكورنط فلو. التحكم في مرور الطيار او في سريان الطيار. وانت بدلت تعمل الف فيه كنترولين اهو. انك حنافية لازم تتفتح عشان تعدي. بنسميها وان وي فالف. حنافية. حرفيا هي حنافية. تفتح تعدي المياه في اتجاهه. وتمنع مروه في اتجاه المعاكس. لو قلبت الحنافية دي ما تعديش. الحنافية فتح فقط. ما فاش افحي. لو جدت تعدي التغير ناحية تاني مش اتعدي. هتليه مقطوع خلص. ده ان ده يبقى توصيل عكسي. فيهم الفكرة ايه? التوصيل الامن والعكسي بالبيئن جونكشن. شفتها دلقتي حالا دي. هي الاساس لصناعة ما يسمى بالضايود. وهيبقى نفس الكلام اللي اتقال عليه اللي قلناه هنا نقوله على الضايود. وهي النواية الاولى لصناعة الترانزيستور اللي هو اصل كل التكنولوجيا الحادثة اللي ما قلت لقتي. فهمت الفكرة ايه? هل في حاجة تاني عايزين نقولها? يعني كلام بسيط. انا مش عايز حاجة تاني تقريبا. انا مرضي قوي كده لو انت فهمت حتى الان. بنقول بقى بعدها الان ده. الان بنسميه كاثوت. والبي بنسميه انوت. والوصلة على بعضها اسمها وطلة ثنائية وفي مكان في النص فاصلة كده بينهم. وده بنسميه لو وصلتم مع بطارية بالمنظر ده. المجب ده هيحاول يشد الالكتونات الناحية التانية في خليها تعبر الحاجز. فتنزل تمشي بدا توصيل امامي. طيب لو وصلتها العكس. المجب ده هيشد الالكتونات يرقيمها على المكان ده. ومتدارش تعدي لان فيه حاجز كبير او يتكون هنا. ده بنسميه توصيل عكسي. ريفيرس بايس. بنقول بقى بدل الان دي. بنعملين مكانها سيمبل كده. نقول الان دي نكد. حاجة نكد. حاجة حيطة كده سدف وشك. فنكد يعني كاثوت. كاثوت. انا بحفظها كده. عشان افتكرها بس مش اكتر. فالان هي هي الكاثوت. ده اللي بنسميه كاثوت. طبعا السبب ده يعني ببساطة جديدة. ان الان هي اللي عندها الالكترونز. فاهم الفكرة ايه? زي ما كنا في اسمها اي 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 اتشارح تلك ولا لا? في الفكيوم تيوب. مش شرحناهاش تقريبا انا مهم. انا انا شدتها شرحها تقريبا. هبقى اشترح لك ساعتها. الكاثوت هو اللي بيحصل في ايه? اللي بيحصل في استثارة حرارية. بالحرارة. وينطلق من الالكترنات. فنستقبلها الناحعة التانية قصة طويلة قوي. هبقى اشترح لك في فيديو يعني. فالمهم ده بيعمله حيطة كده هو. والبي دي نعتبرها الانود. فبنعمل مسلس كده جميل. مجرد سيمبل. وده السيمبل المعبر عن الديود. او عن البي انجونكشن. هي البي انجونكشن ما هي الا ديود. فلو قلنا الطيار جاي يمشي بالطيار العادي بقى. لو لقيته داخل في الحيطة ما يعرفش يعدي. الحيطة دي. لو لقيته جاي مع السهم يقدر يعدي. فشوف بقى التوصيلة. تعال نشوف بقى الشيل ده خالص. لو لقيت الديود متوصل بالشكل ده. اهو. الطيار هيجي يعدي لقى ديني السكة مسدودة. طيب بعد الحفز بقى يعني للشغل في المسائل. خلاص احنا فهمنا. اقفل بقى عليه واعتبره خلاص. علم مقفولة بعد كده. طيب لو لقيته متوصل بالشكل ده. اهو. هتلاقي الطيار جاي يمشي يمشي جاي مع السهم يعدي زي الفل. مش اي مشكلة. يبقى لو جاي مع السهم بيعدي. لو جاي عكسه ما بيعديش. ده ليه لان ده توصيل امام وده توصيل عكسي. ده على مستوى بقى لو انت عايز تفهم على مستوى البي انجونكشن. اديك فهمتها. وفهمت كل حاجة فيها. تقريبا انا كلمش عايز منك حاجة تانية. كده الدنيا تمام. اه صنعنا البي انجونكشن وفهمنا شغالها ازاي. اللي بالنسبة لي الاهم هو الاساسيات عن فهمها هيقنا نفسها خلاص. امرها سهل. شفت? جمعنا الصورة واتحت خلاص. بقاش فيها اي لغزة. دخالي بقى لو شرحت لك الاخر عشر داي في الفيديو من غير التلات ساعات اللي قابلية او الساعتين اللي قابلية. كانت تتقى مأساة. ولو فهمت او فكرت انك في انت اتقى ما فهمتش. فده انا شايف ان كده كفاية. اه ممكن نقول شوية حاجات عن الضيود. انا هحط لك الفيديو الجاية على طول هتلاقي او فيديوهات اللي جاية هتلاقي من ضمنها فيديوهات الضيود اللي انا شرحتها في الالكترونيكس في كورس الالكترونيكس. هي هي بزبط هحطها لك لان انا مش عايز ازياد من اللي فيها. لاللي فيها ده تزيادة او كمان. واتنيني حال المسائل وعامل حاجات اكتر من اللي انت محتاجه. في السلسلة دي لو انت داخل كثقافة عامة او بتتعلم موضوع بشكل نظري. فحطها لك. ومش اشرحها انا خلاص في السلسلة دي هي شرحت بالفيديوهات اللي احطها. كفاءة او عليها. ونبدأ بقى رطول في الفيديوهات الجاية في الترانزيستور. بس الفيديوهات الجاية دي احتاج اقرأ معك شوية مقالات. ونتفرج على شوية فيديوهات. ونعمل شوية حاجات تأكيدا على البي انجونكشن. كده خلصتا النهاردة تقريبا. مش عايز منك ايه حاجة تاني. طيب حاجة اخيرة بما نقفل عشان بس تفهمك حاجة كويسة جدا. انت لما توصل التوصيل امامي او عكسي طبعا كان ده تلين شرحه كويس اوي في الضيوت بتفاصيل كتيرة. لما توصل التوصيل الامامي ده كده موجب. هيبقى هنا موجب. هيحاول شد الالكترونات دي ويعديها الباريار. خلي بالك بقى. وانت بتعدي الباريار انت بيقى حركة سريعة جدا. فممكن يحصل هنا. ممكن تخلي بعض الباريار اللي هنا. والنيجاتف ايونز تتلاشى. يعني الباريار تتهدم. خالص. تبقى انت قدرت تعبر ساعتها الالكترير يعبر بسولة خالص. فالبطارية حرفيا بتتغلب على الباريار في حالة التوصيل الامامي. بتخلي الباريار تنهار. تبقى قليلة جدا عما كانت عليه. يعني لو الباريار الزحلية اللي هو ترك عليها في الشكل. كانت بالمنظر ده. لما توصل توصيل امامي هتبقى الشكل هيبقى بالمنظر ده. حتة صغيرة خالص هيبقى اقل بكتير. الديفرنس ده هيقل. هيده هيقل فرق الجهد بين الطرفين نتيجة التلاشى بعض البوزيتف ايونز والنيجاتف ايونز. بعض دول هيفقدوا إلكتروناتهم ويمشوا معاك. وبعد دول هيكتسبوا إلكترونات ويصبحوا مش بوزيتف. يصبحوا نيوترى عاديين. زر عادية خالص. فبنقول على طول كده باختصار. ان في التوصيل الامامي انت بتقلل الباريار. بتقلل المكان ده خالص. عشان كده الديبليشن ريجون نفسها بتقل. الويتس بتاعها بيصغر خالص 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 خالص. هل بتضعف. عشان كده تدع تتخطاها كطيار وتوصل طيار كهربية في حالة التوصيل الامامي. طيب في حالة التوصيل العكسي. نعملت العكس. اهو شيل دول بقى خالص. شيل دي كمان. شيل الدنيا خالص. بيعمل لك عكس اللي انت. بنقوله ده خالص. هتلاقي هنا دي موجب. ودي سالب. ده موجب وهو سالب. يبدأ ده موجب. وده سالب. الموجب ده هيعمل ايه? هيسحب كل دوله وراء. هيرقيمهم في الناحية دي. فما اللي يحصل? المنطاري توسع. ومنطاري دي توسع. وتلاقي ده تشيل. بقت كلها بوزتف ايه? بوزتف ايه? نيجاتف ايونز ووسعت ايه? ووسعت كبيرة ايه? ايه? فما اللي حصل? انت كبرت العائق. كبرت الباريار. كبرت المجهود اللي كنت بقابله عشان عدي. فالزحرية اللي هي حجب نرسمها كرسم الطاقة. اصبحت اكبر. بص المشهد كبير ازاي? بقت الطاقة اللي محتاجها سعادها بقت اكبر. ده منطقي جدا. فاقوا هتفكر ان المشهد ده ثابت. البند دي جرام هنا مش ثابت. بيختلف حسب انت بتوصل امامي ولا عكسي. فالبطاريه دي لها دخل. مش مجرد بتزق وتمنع. لا. هي بتكبر الباريار او تقلله. عشان كده. الو اللي هنا. اللي هي عرض الباريار ده. في التوصيل اللي برا. في الفي اللي برا دي. ده اللي في الفي. بيتغير بتغير الفي اللي برا. فيام الفكرة ايه? فده كلام جميل قوي. واتريها مش عايز منك ايه حاجة تانية للحلقة دي. كده خلصنا. نتقبل الدرس الجاي بازن الله. هنسمع فيديوهات. اقوري لك فيديوات انيميشن. من على يوتيوب يعني مشان اللي عملها. بس او ريالك. كلهم ليوم حقوق النشر يعني. بس احب نشرح عليها. فده بقى حق انتفاع بال. يعني فيه اضافة نضيفتها للفيديو. فمبقاش فيه انتهاك لحقوق الملكية. يعني شرحت لك الفيديو اللي هم اللي جايبه. فهي من فكرة. يوتيوب ما بيمنعش ده. وبعدها هنقرأ شوية مقالات. بعدها نخش في الترانزيستور على خير تالله. وهبقى حطيتك فيديوهات اللي شرحتها في الالكترونيكس لانك مش تحتاج اكتر منها. فمش هشرحها تاني. فالسلسلة ده تبقى ان شاء الله متكاملة ايه. دعواتك وقل لي رأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.